السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا خير اقول عبلي ايه? يارب تكونوا بخير وفي احسن حال معاكم زملتكم روان اشرف فارقة خمسة وان شاء الله النهاردة حنشرح مع بعض محاضرة اه محاضرة الجنرال هي مقسومة على جزئين تمام? وهم مش مبنين على بعض ما تلاقوش. هو ده الجزء التاني وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة وتفهموها جدا بازن الله. في البداية عايز اخد من وقتكم دقيقتين ندعي لزميلنا بالرحمة والمغفرة. اه ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنة اللهم امين. او تستازنكم بسيطوا في الفيديو دقيقة. اه نقرأ لهم الفتحة ونكمل على طول ان شاء الله. كمان عايز اخد من وقتكم دقيقة هندعي الاهل فلسطين اه من ربنا معاهم وينصرهم ويعدي الازمة دي على خير ان شاء الله. طيب اه ندخل في موضوعنا بقى اه ايه هي العنوين اللي هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. والله اول حاجة هناخد حاجة اسمها تمام? هنشرحها كمان شوية. بعدين عندنا حاجة اسمها بتاع الفيروس. هنفهم ازاي او ازاي الفيروس ده بيشتغل في الجسم. كمان هنعرف آآ الانتشار بتاعه بتاع العدوى. وبيعمل العدوى شكلها عامل ازاي? والباسوجنستي بتاعته. القدرة بتاعته على احداث فيروس. كل عنوان من دول هنشرحوا متلاوش. انا بس بعرفكم العنوين. هناخد كمان حاجة اسمها بعد كده هناخد حاجة اسمها بتاع الفيروس تقسمته والاسم بتاعه بيطلع ازاي? آآ بك هنعرف المناعة بتاعتنا بتتصدر الموضوع ده ازاي? وفي الاخر هناخد حاجة اسمها الانتشار كموسربي. الادوية اللي موجودة عشان تتعامل مع الفيروسات دي. تمام كده? نبدأ يلا بسم الله اول حاجة طيب يعني ايه يعني آآ جوة الخلية في جسمنا اللي الفيروس دخلها بيحصل حاجة اسمها تمام? يبقى انا عندي خلية في جسمي في فيروس ديه دخل جواها. فيروس ديه عملها اصابة. فبيطلع لي نتيجة للاصابة دي حاجة اسمها الانكلوجن بادس. الانكلوجن بادس دي ممكن تبقى حاجات كتيرة جدا. ممكن تبقى عبارة عن حتة فيروس. يعني حتة متقطعة من الفيروس ده. ممكن تبقى عبارة عن بروتين او سم. يعني طالع. يا اما من الفيروس يا اما من الخلية اللي بتسبب الفيروس. يبقى تاني الانكلوجن بادس دي اكتر من حاجة. ممكن تبقى عن قطع فيروس متقطعة كده مرمية. ممكن تبقى عبارة عن سم طالع من الفيروس ده نفسه. او ممكن تبقى عبارة عن بروتين طالع من الخلية اللي جواها الفيروس. واضحة كده? سهلة ان شاء الله. يبقى هي عبارة عن تجمعات من اجزاء الفيروسية في في الخلية اللي متصابة بالفيروس. او آآ انتجة يعني هي مش عبارة عن قطع هي عبارة عن سم او بروتين طالع نتيجة للتفاعل اللي بيحصل من الجسم بتاعنا بسبب الاصابة من الفيروس ده. تمام كده? دي هي الانكلوجن بادس. اه لو بصنا على الصورة دي هنا هنلاقيها عبارة عن نقط موف جوه الخلية. بصوا. الحاجات النقط اللي بنقطة جوه دي هي دي الانكلوجن بادس. تمام كده? طرب. وهم مهمين في تشخيص بعض الامراض. كل في بعض مش كل الفيروسات بتعمل الانكلوجن بادس دي. مش كلهم بيعرف يعملوها. تمام? طيب. واللي بيعملوها مش بيبقى شبه بعضها. يعني مش كل الفيروسات بتعمل نفس الانكلوجن بادس. فبالتالي انا لو شفت انكلوجن بادي اسمه فلان اعرف ان في فيروس في الجسم. شفت انكلوجن بادي اسمه علان فعارف ان في الفيروس الفلاني في الجسم. واضحة كده. فهو بيساعد في تشخيص الامراض. تمام? طيب هو الحجم بتاحه صغير جدا. بيبقى من واحد لتلاتين نانو ميتر. حاجة صغيرة قوي 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 يعني. وشكلها اي شكل ممكن يجي في دماغنا. ممكن مدورة بيضاوية مش منتظمة مربعة مثلثة. ما لهاش شكل محدد. بتتصبغ بايه? بعرف اشوفها ازاي تحت الميتروسكوب. بتجيب لها سبغة اسمها اشهر سبغة. تمام? فهيه الموضوع الوساطة حجمها صغير جدا من واحد لتلاتين نانو. اي شكل اي ما نحفظش اشكال. اي شكل ممكن يكون موجود. وبتتصبغ باتش ان دي. هالهي ماتوكسلين والايوسين ستيني. طيب. الاسلايد دي مهمة بقى. نعرف انواحها. عايزين نعرف انواح الانكلوجن بادس دي. اللي هتساعدني في تشخيص الامراض. طيب عارفنها حسب ما كانها. هي بتتواجد في حاجة من الاماكن دي. يا اما بتكون موجودة جوة السيتو بلازم اللي في الخلية. بتبقى عايمة في السيتو بلازم. يا اما بتبقى موجودة جوة النيوكلياس. اتطاحمة النيوكلياس. يا اما بتقى موجودة في الاتنين. في النيوكلياس والسيتو بلازم. يبقى انا عندي تلات اماكن. يا اما في السيتو بلازم. يا اما في النيوكلياس. يا اما في الاتنين مع بعض. تمام? في السيتو بلازم دي في منها نوعين. السيتو بلازم في منه نوعين. نوع اسمه ازينوفيلك. ونوع اسمه بيزوفيلك. يعني اللي هو بيتسيبغ بالسبغة أسد بيزوفيلك بيتسيبغ بالسبغة اللي هي القلائن كلام ده احنا عارفيني من شو الله من الهيستولوجي فأنا عندي نوعين بيكونوا موجودين في السايتو بلاس يا إما بيزوفيلك يا إما__ البيزوفيلك هم اتنين ميجري بادي وجوارنيري بادي دا اسمهم دا اسم الانكولوجون بادي ده لو شفته في الخلية اعرف ان الشخص ده عنده شعار تمام ده شكلها ده شكل ده شكلها ده شكلها الدوريات اللي معمول عليها اسهم دي لو عرفت اشخصها تحت اعرف ان الشخص القدامي ده عنده شعار تمام وفيه نوع تاني اسمه ده بتاع البوكس الفيروس بتاع الجدري ماشي ما عليكم يبقى انا عندي اللي جوا السايتوبلازمي هي اللقاء نوعين او نوع زينوفيلج في منو اتنين يعنيجري بتاع الجدري بتاع تلم بعده كده عندي اللي هو البيزوفيلك ثلاثة امثلة على البيزوفيلج وتراكمة والجي في الغيل جي في بيروس اللي هو اللينفو جرانيلوما ده فيروس تمام يبقى انا عندي البيزوفيلجoto امثلة. و تراكومة و ال جي في. معلش ايه حانتعب مع بعض في الحفز انما ان شاء الله الفهم هيكون سهل جدا. يبقى نقول لهم تاني. الانتراثيتو بلازمة حاكتين. يا ازينوفيلك يا بيزوفيلك. ازينوفيلك يا نيجري يا جوارنيري. والنيجري بتاع الريبس والجوارنيري بتاع البكسوفيروس. البيزوفيلك. خلاص. خلاصنا الانتراثيتو بلازمة. طب الانترانيوكليار مبدئيا هما كلهم بيكونوا ازينوفيلك. ما فيش ولا واحدة فيهم بيزوفيلك خالص. كلهم بيتسيبقوا باسد. تمام كده? ده اللي جوه النيوكليس. بس برضو نوعين. نوع اسمه طيب ايه? ونوع اسمه طيب بي. طيب ايه ده? وطيب بي يعني ايه? لو شفت جوة من طيب ايه? لو شفت طيب ايه جوة معناه ان الفيروس ده مش معدي. الفيروس ده نوت امفكتشووس. mission body دي مش مش معدية. تمام? mission body مش معدية. مش اللي في سوريا الفيروس كاي كان معدي. die ما بتعديش حد. طيب لو كانت طيب بيه لأ معدية بقى. لو اتواجدت اخاف منها. عارف ان هو حيادي حد. تمام? يبقى انا عندي forty نوعين. طيب ايه وطيب بي? طيب ايه ايه مش معدية طيب ايه انفكتشووس. طيب ايهACH امسلة. هيربيززوسطر و ده اللي هو هو اللي هو رهي فالشة حوليني الشفيف ده مرض اسمه ومرض اسمه و مرض اسمه ده هو القدري الماء heinي ماشي? يبقى Έنا عني ثلاث امثلة علي طيب ايه يلوفيفر و طيب طيب ما هو المعضي بقى هو الوحش. بوليو وعدينو. بوليو طيب ايه وطيب بي? طيب ايه مش معدي. انما طيب بيه هو طيب ايه تلات امثلة طيب بيه طيب ايه موضين في الاتنين سهلين هم مثالين اتنين. و سيتو ميجالو فيروس. سيتو ميجالو فيروس. تمام? كده خلق عايزين بس دي نحفظه. انا عندي تلات اماكن. يا اما في السيتو بلازم بس. يقيمة في الاتنين مع بعض. سيتو بلازم بس نوعين. ازينوفيلك وبيزوفيلك. ازينوفيلك ازينوفيلك مثالين. نيجري ووارنيل. بيزوفيلك سيتاكوز راكوما ونجي في. دول بتوع السيتو بلازم. النينتر نوعين. ايه وبي. بس كلهم ازينوفيلك. الايه مش معضية. طيب بيب بوليو وادينو. واللي موجودة في الاتنين. المطلوب في السلايد دي نحن بس نحفظها كويس. حاولت عادة كزا مرة. وانتوا قولوها معي ان شاء الله تتحفظ تبقى سهل بازن الله. ماشي. دلوقتي هنتنقل بس على كم تعريف كده حيساعدونا في آآ المحاضرة وحيساعدونا اصلا في المحاضرات المايكرو عموان كلها. مصطلحات مهمة وان شاء الله تكونوا عارفين كم حاجة منها. اول مصطلح هو آآ آآ سعويني. اول مصطلح اسمه الباسوجينيستي. باسوجينيستي. يعني ايه برضو? الباسوجينيستي بتاعت الفيروس يعني قدرته على احداث مرض. يعني ايه? يعني الفيروس اللي معي ده هيقدر يعمل لي مرض ولا مش هقدر يعمل لي مرض. عنده باسوجينيستي ولا ما عندهوش باسوجينيستي. الفيروس ده لو صبت بيه هيعمل لي مرض في جسمي ولا مش هيعمل لي مرض في جسمي هو في حاجات ممكن ما تعملاش امراض اه طبعا هنا عندنا اصلا في جسمنا بجانب الفيروسات عندنا بكتيريا نافعة مسلا مش بتعمل لنا امراض الا ازا كان حصل حاجة ممكن تقلبها ضدنا بس يعني في العادي يا ابتاء مسلمة مش بتعمل امراض فدي مش انما الفيروس اللي عنده يعني يقدر لو جالي يعملي مرض وبيلتيني اصلا كلمة يعني بين المشي. تاني مصطلح هو هو ده هو اللي بيعمل للمرض. يعني انا عندي بيعرف يععمل بسوجينيستي. لما اجي اقول ان الانفلونزة دي بسوجين. بتعمل للمرض فهي عندها البسوجينيستي. البسوجين ده راجع لاسم الارجانيزم نفسه. هي العملية هي اللي بيعمل بها البارد. المرض. تمام كده? طبعا. بعد كده عندي مصطلح اللي هو هي السايكل او الدايرة اللي حيمشي فيها الفيروس عشان في الاخر يعمل لي المرض. العملية اللي بيقوم بها الفيروس عشان يعمل لي المرض في الاخر. تمام? نتيجة لها نتيجة ده بيحصل لي ضمار في الخلايا عندي وبيجي لي مرض فبالتالي بيجي لي اعراض. يبقى تاني هي العملية للفيروس بيعملها عشان يعمل لي مرض. العملية. تمام? آآ نتيجة ده بيحصل عندي بيحصل عندي اصابة في خلايا محددة في جسمي. تاني حاجة بيطلع عندي للمرض. بيظهر علي اعراض بتاعت المرض. سخونية بقى ترجيع اسهال اي ان كان الاعراض. تمام? دي كان يبقى تاني اللي هو الباسوجينيستي هي قدرته على احداث المرض. الباسوجينيستي هي العملية اللي بيمشي فيها الخطوات اللي بيقوم بيها عشان يعمل لي مرض في الاخر. طيب. طب قمال الفيرولانس يعني كبستي كبستي تو بروديوس ادزيز. يعني ايه كبستي بروديوس ادزيز? عشان نبرق بس من حاجة مهمة. باسوجينيستي هو يا ايا لأ. يا ابيض يا سود. هيعمل لي مرض يا مش هيعمل لي مرض. قمال الفيرولانس. لا ده خلاص بقى ده اسود. يعني ده حاجة هتعمل لي مرض.athy يعني كاكة هيعمل لك المرض. بس هيعمل لك مرض شديد يعني وقوي قوي ولا مرض ضعيف. هاي ن Раз لمع نص نص تهيب منم ما معانا الفيرولانس. الباسوجينيستي يعني هيعمل لي مرض او مش هيعمل لي مرض. الفيرولانس يعني هيعمل لي مرض شديد او مرض ضعيف. طيب. النقطة دي مهمة الخطورة المرض او مدى المرض في الجسمي بيعتمد على تلات حاجات. اول حاجة الفيروس يديك هوروس الفيروس اللي دخل جسمي ده 30 واربع فيروسات ولا خمسين ستين ولا الف الفين حسب الكمية. يعني داخل جسمي حسب الكمية اللي دخل جوة جسمي طبعا المدا ها يعتمد عليها يعني لو دخل جواية فيروس واحدة بيزاي ميخوش جوايا المسلا صحة ولا ايه. ثاني حاجة هو دخل من ايه? هو دخل من الانف ولا من الفم ولا اخترت جرح ولا دخل من الجلد ولا دخل منين الطريق بيفرق برضه. تاية حاجة يعني ايه? هو ممكن يخش. بس ممكن ما يكونش بيعرف يعمل تضاعف للعدد بتاعه. مش نص. فبالتالي المناعة تقوم مخلص عليه في ثواني. ممكن يكون لأ ده مجرد ما بيدخل بيتضاعف يعني بالالاف في نفس الساعة مسلا. فخلاص كده ده هيعمل لي مرض شديد. تمام? كمية الفيروس. الطريق اللي دخل منه كفاءة التضاعف بتاعه. يبقى كده فينا التعريفات دي. ان انا عارف اعمل ديزيز او لا الارجانيزم نفسه. هي العملية ونتيجة لا هي بيحصل ليه ضمار واعراض. الكباسة بتاع الدزيز. بعتمد اعتاد حاجات. تماما? طيب. الفيروس عشان يعرف يعمل لي آآ مرض في جسمي. اول حاجة طبعا محتاج حاجة يخش منها. محتاج يخش من عناية من بقي من مناخيري. محتاج تمام? من ريس بيرتوري ثلاثة بقى من اللي هو آآ طبع التنفس طبع الجلد. طبع اللي هو الجهاز التناسولي والبولي او الكونجرابطايفة الملتحي ما بتاعت العين. ايا كان الطريق اللي هم لازم يبقى فيه طريق ما افتح له. فيه قصدي آآ بوابة تدخلوا. فيه بوابة. تاني حاجة الطريق اللي هيمشي فيه. هو هيمشي منين? المواصلات بتاعته ايه? ممكن تبقى بلد الدم. اللينفاتيكس. ممكن تبقى الاعصاب. مشي? فهو اول حاجة فتحنا له باب. تاني حاجة فتحنا له الطريق. تالت حاجة. حيخش يروح فين? بتاعه. حيروح للمخ ولا حيروح للقلب ولا حيروح للمعدة ولا حيروح فين بالزلط? يبقى خطوات او اللي انا محتاجاها عشان نعمل العملية اللي هي اسمها دي. اول حاجة محتاجة بوابة. تاني حاجة محتاجة طريق. تاني حاجة محتاجة ارجن اروح له. تمام. في بقى ايه معلومة كالصغيرة عايزين بس نعرفها. انا عندي نوعين من الخلايا في جسمي. بصوا يا معلومة ايه? اه كلمة ونص. ماشي? اعرفوها ومرة وخلاص. اه في خلايا اسمها بيرميسف سل وفي خلايا اسمها يعني ايه بيرميسف? بيرميسف يعني بتسمح. يعني مش هتسمح. طب هتسمح بيه مش هتسمح بايه يعني? هتسمح ان الفيروس يخش. يعمل وعدد يزيد ولا مش هتسمح. بس كده. مش هدكو تعرف اكتر من كده. مش مطلوب منكو اصلا تعرف اكتر من كده. يعني خلية الفيروس لما دخل قاعد يتضاعف 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 وكا في الاخر الخلايا في القاعد وخارقة فيروسات كتير. الفيروس لما دخل هي ما ساعدتهش منه يتضاعف. هي حجمته يعني خلته يفضل جوه الخلية دي ما يتضعفش يخرج منها. يبقى بتسمح ان الفيروس عدده يزيد ويقوم مفرقع وخارج بعدات كبيرة ما بتسمحش بالكلام ده خالص. بس كده. طيب. الوقت اللي حننتقل النقطة تانية اسمح لها الانتشار بتاع المرض ده. ايه المدى بتاعه? عندي حاجة من حاجتي. يعني ايه? يعني عدوة في نفس المكان اللي الفيروس دخل فيه. وخلص الحكاية على كده. فيش اكتر من كده. امال ده حينتشر في الدم ويهيسه بقى ويروح على كذا ارجنتين. ندي امثل. يعني ايه? زي اللي بيجي في يعني ايه بردو? الواحد لما بيجي له انفلوانزا? ايه الارجن اللي بيتصاب? امان اخيره بقى بترشح اه 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 رئته بتوجعه مع نفس ايه? فهو كان متارجت لوكل مكان لوكل مكان محلي مكان محدد مش بيخرج عنه. الروتا فيروس عند جي اي تي فيه اسمه روتا فيروس بيجي في الجي اي تي بيجي في المعدة يعني اه جهاز اللي هو الهضمي بتاعنا اه بتعمل فيه اسهاف مسلا. فهو كده انا متارجته الارجن ده بس. حاجة اسمها باللومة برضو بيجي في الجلد. بيعمل اه 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 عايفين نتصمع يعني السمكة بيجي هنا فيروس مو بابللومة بابللومة فيروس. فدي حاجات لوكل حاجات في مكانها. اماني السيستيميك انا دخلت الارجن. مش هفضل قاعد ساكد فيه. انا هنتشر في الدم. ومن الدم اروح اتحرك براحتي بقى. اروح اصيب المخ. اروح اصيب القلب. اروح اصيب الكلية. انا حر. بيقعد يلف يعني. ده اسمه سيستيميك انفكشن. مش بيفضل بس في المكان اللي هو داخل آآ ليه. هو مش فيروس متخصص لمكان معين. بينتشر. نحفظ الامثلة. اللي بيعمله كده اشهر تلاتة. البوليوفيروس والمامس والميسل. بي ام اه سوري ام بي ام. ام بي ام. مامس بوليو ميسلز. مامس بوليو اه بوليو ميسلز. تمام كده? ده بس ميش اوف انفكشن. ما انا عندي نوعين. يا لوكالي سيستيميك. لوكالي يعني في مكاني. بعمل عدوى في مكاني. السيستيميك بخش في الدم بقى ايه? واتحرف بروحتي. طيب. الفاكرين يعني ايه? قلناها من شوية. يعني يعني هيعمل مرض. هيعمل او مش هيعمل. طب في حالتنا دي احنا هنعمل بقى. احنا خلاص دخلنا في الفيروس وهو خلاص بقى ايه? بقى دلوقتي. بقى عنده الباسوجين ده او المرض اللي هيحصل بيكون على مرحلتين. يا اما على مستوى الخلية. مش على مرحلة تنسوا. يا على مستويين. يا اما على مستوى الخلية. انا عايز اعرف الخلية دي حصل فيها ايه? يا اما على مستوى الهسط عموعة. اصلا الانسان عموما. انا مش هقول مسلا الخلية دي. يا حديكم سال. هقول مسلا الخلية دي اتخرمت. فانا كده بتكلم على مستوى الخلية. انما ينف هقول الانسان ده اتخرم عشان فيه خلية جوات خرمت. مش هقول كده. هقول الانسان ده حصله ضمار في مكان معين. فهمته الفرق? انا هتكلم دلوقتي على مستوى الخلية همسك الخلية افصص كده حصل فيها ايه واحد اين تلاتة وعلى مستوى الهوست نتيجة لكل اللي حصل هو الخلية الهوست بقى جراله ايه? تعب يعني ولا جراله ايه بالزبط? ماشي? نبدأ بالسل على مستوى السلول اللي على مستوى الخلية. اول حاجة ممكن تحصل خليدي تموت. يبقى الفيروس لو داخل خلية اول حاجة ممكن يعملها فيها انه يموتها. تاني حاجة طب يعني ايه يعملها تحلل او تفكك. يعني ايه تحلل او تفكك? اي خلية بيبقى حولها حاجة اسمها الفيروس بيدوب ده. فالمكونات اللي جوها بقى طالعة برده والخلية بالتالي بتكون ماتت برضو على فكرة في النتيجة يبقى انا عندي اول حاجة تاني حاجة اللي هو الدوابان بتاع تالت حاجة اندماج يعني ايه يبقى انا عندي خليتين ادي خلية ودي خلية الفيروس ده يخلي خليتين جانب بعض يلزقوا في بعض بالمنظر ده. يقوموا مسكين في بعض. ده اسمه اشهر فيروس بيعرف يعمل كده حاجة اسمها باراميكسو فيروس وهو بتاع الانس. باراميكسو واتش اي في. باراميكسو واتش اي في. يبقى انا تامي اول حاجة تلات حاجات يتموت يتدوب يحصل لها فيوشن. يتموت يتدوب يحصل لها فيوشن. طيب رقم اربع يحصل حاجة عندي اسمها او يتشعلقوا في بعض كده يمسكوا في بعض. بصوا. ادي خلية مع خلية مع خلية مع خلية اتجمعوا على بعض كده مسكوا في بعض. ده اسمه او تجمعات من السيلس. اللي بيعمل كاسمه ادينوفيروس. ادينوفيروس. خامس حاجة تعمل اوش راح نقف اول المحاضرة. الانكلوجن بادي. ممكن الفيروس ده اعمل جوها الخلية. سادس حاجة ممكن يحولها لسراطون. ممكن يعمل في الخلية دي سراطون. يقلبها يبقى عندي اول ست حاجات تاني. الخلية هتموت تاني حاجة تاني حاجة حاجة رابع حاجة خامس حاجة سادس حاجة نكمل بقى. آآ بعد كده ممكن يحصل عندي حاجة اسمها الريبليكيشن وزاوت هسترولوجيكال انا اخرى اه اوضح لكم بس سابعة حاجة يعني ممكن الفيروس ده يخش يقعد يعمل تضعفات وخلاص من غير ما يعمل الحالة اللي احنا قلناها اللي فاسة دي ولا لايسس بقى ولا ولا بتاع ده ولا 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 يعمل اي تغيرات وبيخش بس يتضاعف وبيقوم خارج من الخلية وخلاص آآ اللي بيعمل كده تمام نكمل تامن حاجة يعني ايه يعني الجسم بتاعنا يتجنن ويهاجب نفسه طب ليه الكلام ده حصل انا الخلية جوايا مسلا خلية طبيعية تمام والجسم كان ماشي ومسلمين مع بعض وزي الفل مرة واحدة الخلية دي تصاب فيها فشكلها تغير حصل فيها تحول فالجسم ما بقاش عارف هي الخلية دي تابعنا الخلية تابع جسمين عادي نصاب ها في حالها ولا دي شخص غريب علينا حد غريب دخل فبيقوم راح يهاجمون الجسم ساعتها ما بيعرفش يترجم ان دي الخلية بتاعتك عادي بس آآ حصل فيها آآ فيروس حد جيه هاجمها لوها ما بيفهمش كده ساعتها بيفهم ان هي شخص غريب فبيروح يهاجمون ده معنى كلمة تاس الحاجة يعني الفيروس يفضل في جسمي آآ حتى بعد زوار الاعراض ودي هنشرحها كمان شوي حاجة اسمها عايشة حاجة يعني ايه يعني مسلا انا النهاردة تصبت بانفلونزا وكورونا مع بعض في نفس الوقت واحد فيهم اللي هيشتغل في جسمي وهيعمل اعراض التاني مش هيشتغل ده معنى كلمة يعني واحد فيهم بيوقف التاني عند حد ومش بيخليه يشتغل تمام رقم حدوشر يعني الفيروس بيقعد ينفخ في الخلية ويخليها عاملة لشكل البلونة الكلام ده حصل ازاي يعني ده البلازمة بتاعتنا هي اللي بتتحكم في دخول الماء للخلية وخرجها تمام الفيروس لما دخل بوز الميكانزم ده بوز الشغل ده تخلى الماء عادت تقعد تدخل في الخلية تقعد تدخل في الخلية لحد ما تتنفخ تعامل شكل البلونة اللي بيعمل كالهرب الساملز التفاصيل انا عادتك كلمة دي كلها مش عليكم تعليكم بس تحفظوا العناوين دي تمام فهنقولها تاني عشان ايه نتأكد ان احنا حفظناها كويس انا عندي حداشر حاجة بيحصلوا على مستوى السل اول حاجة انها تموت تاني حاجة ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يتكون انكلوجن بدي وممكن يتكون سرطون بعد كده ممكن يتكون اه حاجات تانية يحصل ريبليكيشن ريحصل ريبليكيشن من غير اي تغيرات اللي احنا قلناها في الورسادة الدليفاتي دي يحصل يحصل خلاص ده على مستوى الخلية النفسها على مستوى الهوست على مستوى توا جسم الانسان عموما بقى هيحصل حاجة من حاجتين يا هيحصل في 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 الارجن اللي جيه في الخلية ده الارجن انا مش بتكلم على خلية باتكلم على عضو عضو كامل ماشي مش مسك خلية دلوقتي بقول حصل فيها دوابان وخلية ماتت وخلية صحت انا مش بتكلم في كده ابتكلم الارجن عموما الكلية دي حصل فيها ايه المخ ده حصل في ايه هيحصل له هيحصل في زي ضمار او تدمر حيحصل في تآكل او العكس هيحصل في انتخاخ هيحصل في يبقى انا عندي نوعيم التغيير يا اما دمار دوابان يعني حاجة حتتنفخ يعني مسلا ده المخ الطبيعي هو حصل فيه تآكل تآكلات كده بسبب الفيروس تمام ده اسمه اشهر حد بيعمل هو البوليو بتاع الشلل اللي بيدمر الانتيريور هورنسل الانتيريور هورنسل دي انا عندي او النخاع اللي هو الشوكي النخاع الشوكي لو مسكت لو قسمناه مقاطع بنقسمه سيجمنت لو مسكتنا اي مقطع فيهم هنلاقيه بيتكون جوه من حاجة اسمها انتيريور هورنسل الخلية اللي قدام وحاجة هنا في الجنب اسمها اللاتيريور هورنسل وحاجة هنا اسمها البوليو بيدمر اني فيهم بيدمر الانتيريور هورنسل دي مشيه ده اسمه يعني انتفاخ زي الباب اللوما اللي بيخش ايه ينفخ في الخلية زي ما انتم شايفين كده سوري سوري مش انتفاخ آآ زيادة في العدد يعني بيكبر يعني بيكبر الانتفاخ ده اللي هو مشيه يبقى هايبر بليزي ان انا حزود عدد الخلية يعني حعمل في المكان ده آآ برضو المكان حيصل فيه انتفاخ خيحصل فيه قبر زي ما قلت لكم عين السمكة زي ما قلت لكم مسلا بيحصل زي ورم صغير كافي المكان تمام ده على مستوى تمام نتنقل بقى الحتة تانية خالص وهي الفورمس اوف انفكشن دي طيب الوقت انا عندي المرض شكل المرض ده في جسمي عامل ازاي هو حاجة من خمس والموضوع والسليد دي سهلة جدا جدا يعني اول حاجة ان يكون المرض ظاهر يعني الاعراض ظهر علي يعني انا جالي فيروس حيجي لي بقى ايه سخنية رشحة كحكحة معرفش ايه ده اسمه هيجي لي مرض مجرد ما بتاع واخد الادوية وهخيف بعديها تمام ده اسمه او طب هو ممكن يحصل غير كده ممكن ممكن يكون آآ يعني ايه يعني الظاهر يعني كلمة أصلا يعنى اجهاد يعني المرض زي ما نقول كده حصار له اجهاد يعني مش ظاهرgi اعراض يعني ايه برضو يعني انا عندي عدوى في جسمي بس مش ظاهر علي اعراض فاللي حوالي مش هيعرف ان انا لعيانة يعني انا عندي فيروس في جسمي بس لا سحنة ولا بكح ولا رشح ولا اي حاجة. بس عندي عدوى. وده اخطر نوع. طب ليه اخطر نوع? لانه مش بايد النوعيان. فلما حطه في مكان الناس اللي حواليه مش عارفين النوعيان. فحيقضي كل اللي حواليه وممكن يتعده وهو ما جردهوش حاجة. تمام? فده حاجة خطيرة انه بيقضي اللي حواليه ومش بيكون بايد النوعيان. ما فيش اعراض ولا آآ سيمتومز ولا صاينز ظهر على العين ده. اللي بيعمل مثال على كده اللي بيجي فيه للام وهي حامل. هو الروبيلا ده فيروس بشع. ايه مشكلته? الام الحامل ممكن تتصاب بفيروس اسمه المناعة بتعرف توقفه. بتعرف توقفه بحيس ما يعملش اعراض على الام. طيب حلو او طيب حاكويسة? لا مش حاكويسة. لانه بيعدي عن طريق البلاسينتا او المشيمة للطفل. وبيعمل في الطفل ده تشوهات. والام مش مدركة. الام ما تعرفش انها عينة وعندها برد بحيس تاخد دوة دلوقتي او حاجة. لا هو الفيروس ده بيخش بيعدي في المشيمة يجيب للطفل تشوهات. والام نفسها ما بيزهرش عندها اعرض. ده او ايه الشكل التالي يكون مرض كرونيك. يكون مرض يعني عايش معي حاجة كده عايشة معي زي الفيروس الكبد الوبائي ده. اللي هو بيجي في الكبد. مش بيجي ايه اه اه كم يوم كده وناخد انت بايوتك والوعدية الواحد يخف. تمام? او اه مش مسلا اه انا اعرض من الظاهرة علي. بس كده كده بعدها بشوية الفيروس هيمشي من جسمي. مش هفضوا الصاب كلينيكال ترع عمري. او كرونيك الواحد عايش بي. زي قلتلكم زي اه كرونيك البوزايدس اللي هو بتاع الكبد. الفيروس الكبد. ماشي? زي برضو آآ الناس اللي بيبقى عندها مسلا آآ آآ ده مرض بييجي في الرئة. اللي هو بيقبسها بالسجار دايما اللي بيدخنوا سجار سنين طويلة اللي هم عطول بيقعدوا يقحوا وعندهم بلغة مكادة بيجي لهم مرض اسمه هتاخدوه ان شاء الله قدام. ده مرض خلاص? يبقى كان كلمة عن تهات اشكال. يا اما زاهر واضح يا اما اين يا اما كرونيك. طب فيه شكلين تنين. يا اما يكون ودي اللي قلت لكم عليها اشرح لكم كمان شوية. دي يعني ايه? انا النهاردة تصبت في فيروس. هيربس ده. تصبت النهاردة في فيروس هيربس. آآ قعدت خمسة ايام آآ جالنا كحة وشخونية ومعرفش ايه وصداء. بعديها خفينه وبقانا زي الفل. الشكل اللي بعده جالي حوالين شفيفي الفققيع دي. طب ده معنى ايه? معنى ان الفيروس بقى ليه تمتز جسمي? يعني ايه بقى ليه تمتز جسمي? يعني الفيروس اختار مكان يقيم فيه يقيم فيه ويلم على نفسه كده يعني كامش على نفسه لحد ما يحصل حاجة في الجسم تعمل له تعمل له يعني ايه? تصح صحه قوم يلا شوش غلق. يعني هو في العادي قعد في جسمي ما بيعمل ليش اي حاجة. مش بيدمر في جسم يعني. هو قعد ساكت لمم نفسه. حصل حاجة معينة. حاجة دي ممكن تكون مسلا انا في الوقت ده منعة ضعيفة. اه جالي سخونية جديدة قوي. حاجة معينة كده نشطته. حاجة حصل حاجة نشطته. فبيقوم ينشط يعمل حاجة ويرجع يقعد في مكانه تاني. وهي كزا. تمام? اشهر بقول لكم سالة المنادل هو الهيروس. اخر صورة بقى هو ايه هو ده? يعني واحد تصاب النهار ده بفيروس. ما ظهرش عليه اعرض. ده صاب كلينيكا. لا مش صاب كلينيكا ولا حاجة. هو معداش حد برضي. يعني هو قعد يعني ايه قعد شهر. شهرين. تلاتة. ممكن توصل لعشر سنين. عشر سنين ما ظهرش عليه حاجة. بعدين الفجاهة يظهر عليه. يظهر عليه الاعراض دي. يعني بيحتاج فترة حضانة طويلة قوي مع عالي الاعراض تبدأ تظهر. اشهر اشهر مرض للمناده هو اللي بيعمل آآ لو جيه الانسان ممكن يقعد عشر سنين كاملة. ما يظهرش عليه اي اعراض. بعدها يبدأ اظهر اعراض الاتزالين. تمام? تاني مثال حاجة اسمها الساب اكيوت اسكليروزنج بان انكيفالايتس. اختصارها اس اس بي. اس اس بي. ساب اكيوت اسكليروزنج بان انكيفالايتس. ده مرض كده آآ بيجي في الاعصاب والمخلو في الجهاز العصب يعني بيعمل فيه زي آآ تآكل نقدر نقول هو مش تاكل بالزبط بس بي ايه بيموت اجزاء معاناة في الجهاز العصبي وبتشتغلش تاني. يعني الجزء اللي بيموت ما بيشتغلش تاني. المرض يعني ايه ربنا يعافيكو جميعا مش احسن حاجة. آآ بيجي فيروس اسمه نيسلز فيروس. نيسل فيروس. تمام? يبقى عندي اسمه اصاب اكيوتس كيليروزنج بان انكيفالايتس. انا قلت كلمة نيسلزين نهاردة مرة من شوية كده. حد الفكر كاتفين? يعني اللي يفتكر بداد شبوه. كاتف في في جزء السيستامك. تمام? عايزين كان جامعة مع بعضو احنا ماشيين. تالك مثال آآ امراض اسمها ايه? مرض اسمه كورو امام وبيعمل آآ مات كاو. سويني. اهو. مات كاو جنون البقر في الماشية. والاسم التالي اسمه كروز آآ فلد جاكوب ديزيز. ده آآ مرض كده بيجي آآ بيعمل مشاكل في الجهاز العصبي. بيقول عليه جنون البقر وآآ بيعمل الانسان يبقى الانسان ده عصبي طول الوقت ده ومش متزبط يعني. مهم يعني هو فيروس بيجي في الجهاز العصبي. هو مش فيروس بالمناسبة هو بيجي حاجة اسمها والبيريون ده حشروحها تمام شوية. تمام? فالسلوفر الانفكشن يعني بيحتاج مدة طويلة معالا يزهر. ده اهم ويتايت حاجة اللي هو جنون البقر ده. تمام? كده احنا اتكلمنا عن الخمس اشكال. يا اما واضح يا اما آآ اللي هو الاعراض مش ظهرة علي. اما قاعد معي كتير. الاعراض ظهرة. الاعراض ظهرة. الليتنت يعني بيروح ويجي بيروح ويجي. الاسلوم يعني بحتاج مدة طويلة جدا معالا يبدأ يظهر. ده جراف مجمع الشكل احنا لو قلنا عندي اكيوت او ادي هو اطلع عند الاعراض كم يوم بعد كده خلاص الموضوع هي دي خالص مفيش اي مشكلة. اماني او كرونيك بيظهر عليه الاعراض وبتفضل ان نتكملها معايا مدة طويلة قلنا زي سي او بديلش رحتولكم من شوية. او الفيروس الكامل. يعني يحصل حاجة تشغل المرض وكي ينام. تشغلو وينام. تشغلو وينام. يعني انا جاي مرض النهاردة وقاعد سنين طويلة لحد ما بدأ يظهرت ايه. تمام? ده كان او صورة عموما. بقى اللي احنا قلناها تحت من شوية هي بتعمل جنون البقر ده. دي عباها هم مش هم مختلفين عن الفيروسات. مختلفين في ايه? هم عبارة عن اجزاء من بروتين. ما فيهمش اه دي ان اي او ارن اي. ما فيهمش مادة ورصية. تمام? هم حاجات بروتين بس بتاني بتسبب عجوة وكل حاجة. اه كومبوز السلي اه تماما بروتينز معهمش اي حاجة تانية معهمش لديه ان ايه او اي حاجة. تمام? هم مش اجزاء فيروسات هم عبارة عن شرائب تمام? بالالكترو ميكروسكوب يعني. لو صبنا عليهم حرارة اه دوء اه من هنا للصبح مش بيموتوا. مش بيموتوا بالحاجات دي. اما الايه اللي نقودهم. الهايبوكلورايت والسوديم هايدروكسايد والاوتوكليفينج. هيبوكلورايت سوديم هايدروكسايد واوتوكليفينج. دي. طيب. نتنقل دلواتي حاجة اسمهاها. هنعرف ازاي يتقسموا هنعرف ازاي بيتسموا. طيب. نبدأ بالكلاسيفيكيشن الاول. الفيروسات دي احنا عاملنهم تصنيفة. طيب التصنيفة دي معمولة على اساس ايه? والله ممكن تكونها حسب فيه شوية فيروسات عندها دي ايه وشوية فيروسات عندها ار ايه. دي تقسيمة. ممكن نقسم الفيروسات لكده. ده ده ايه وده ار ايه. ممكن نقسمهم حسب الحجم. فيروسات كبيرة. فيروسات متوسطة. فيروسات صغيرة. لابравствем possibility. حسب السيمتري والسيمتري هواضحها في السلايد الجاي. حسب وجود اينفولوب من عدمه. هو الفيروس ده حواليه غلاف كده محوض نفسه بيه? ولا مش حواليها غلاف محوض نفسه بيه. عنده اينفلوب ولا ما عندهوش اينفلوب. خامس حاجة الديزيزة اللي هم بيسببوه. ممكن نقسمهم حسب الديزيز. دولي الفيروسات تحت الريس بيراتروي سيستم دول الفيروسات على جي اي تي سيستم دول الفيروسات على نيرفا سيستم وهكذا يعني. تمام? اه في فيروسات بنسميها يعني ماشي بيمسكوا سيستم معين. يعني هم هم بتعمين بتوع سيستميك انفكشن اللي هما بيمتشل في الجسم دول. كانوا لو تفتكروا كان ميسل ومامس ومامس وبوليو. تمام? وزيد عليهم بقى الروبالا والليلو فيفر. عموما الامراض دي بتخش الجسم بتنتشل في الجسم كله. او حاجات ممسكة يا سيستم معينة. يعني السيين بيمسكوا البوليو والريبس. تمام? آآ بيجي في ام في الوانزة مثلا. الهيباطايتس باشكال وباقي وهكذا. امراض طول الهيربس. الهيربس كلهم بيمسكوا الهيربس سيمليكس وزوستر. سوري معلش انا قلت حاجة غلط. آآ حاجة ونقسم حسب دي حاجة تانية. تمام? البوليو البوليو بيمتشر في الجسم كله اوه. آآ وبيع فكرة بيصيب اماكن تانية. بس هو في الاول وفي الاخر بيبقى فيروس طبع الجهاز العصبي. عشان بس ايه المعلومة بس عدتها كده. البوليو هو طبع بس في نفس الوقت هو بينتشر مش بيبقى في بس بس مش بيبقى نسك المخ بس بيمشي بقى في الجسم كله وبيروح للأعصاب اللي في الاماكن اللي البعيدة وكده. تمام? دي تقسيمة الفيروسات. السيمتري اللي قلت لكم عليها اقول لكم علي كمان شوية. عندي كده شكل من السيمتري. ممكن يبقى السيمتري هو الشكل. آآ الشكل اللي الفيروس ده معمول بتاعته اللي ابعاد بتاعته هو بتاعته هليكل حلزونية ولا يعني الشكل اللي انتو شايفينه ده. ولا مدورة ولا حاجة مقدرش اقول لها شكل محدد حاجة حاجة معقدة كده. لا هي مدورة ولا مربعة ولا كده. ماشي? دي معنى كلمة السيمتري. بعد كالي وقت هناخد انا بسمي الفيروسات دي على اساس ايه? والله هي ليها كزا طريقة. ممكن الفيروسات دي تكون متسمية على اساس المرض اللي هي بتعمله. يعني انا عندي احنا سمينا المرض ده الدكتور اللي اكتشف المرض سماه بوكس فيروس. واحنا بعدها شفنا الفيروس ده تحت الميكروسكوب. فهو ما قاله خلاص هنسمع لي اسم المرض وخلاص. يبقى البوكس فيروس هو اللي بيعمل مثلا مرض الهيربس الفيروس بتاعه اسمه هيربس برضو. فهو اول تقسيمة طريقة لتقسيم الفيروسات حسب المرض اللي هي بتعمله. طيب. تاني طريقة حسب الاكرونيم بتاع الدزيز. حسب الاكرونيم بتاع الدزيز. يعني ايه? يعني انا عندي مسلا اه اه مرض اسمه بابلومة. بابلومة. ده بيجي في الجلد. بابلومة. ماشي? فحاخد اول حرفين منه وحسميه اسم الفيروس بابوبا فيروس. ماشي? عندي من اسمه بوليوما. هاخد اول اه البي او دي اه البي يعني بتاعته وساميها بابوبا فيروس باته. تمام? فالفكرة هنا ايه? ان احنا اخدنا اول حتة منه وقمنا مساميني الفيروس ده على اسمه. خلاص? هو البابوبا فيروس مسلا. طيب. تالت طريقة حسب شكل الفيروس. زي مسلا الكورونا فيروس واسمه الكورونا ليه? لان الفيروس ده متحوض باشواك عامل شكل التاج. كلمة كورونا يعني تاج. فهما سموه كورونا فيروس. عشان هو عنده من بر حاجة شكل التاج. شكل كورونا. تمام? رابع طريقة حسب البلد اللي اكتشفوا فيها الفيروس ده. ماربورج آآ ماربورج وكوازاكي. في مسلا كوازاكي فيروس واسمه كوازاكي فيروس. عشان اول مرة اكتشفوه فيها كانت في برد اسمها كوازاكي. تمام? خامس طريقة حسب اسم العالم. يعني وما اكثرهم بقى. ايبشتاين فيروس. ايبشتاين بار فيروس ده اسم العالم. تمام? وهي كسر. بنا عندي خمس صورة اللي تقسيمها. يما حسب اسم المرض. يما حسب اول حتة اسم المرض. حسب شكل المرض. حسب البلد. حسب العالم اللي شاصل الفيروس ده. تمام? لوقتي بقى ايه? نقوم نيبكو بباية قهوة. وناخد بديك بسيط كده خمس دقيق. ونكمل مع بعض المحاضرة. هي جزء اللي فضل ان شاء الله بسيط وسهل وما تلاقوش يعني. بس عشان بس ما يحصلش برن قوت كده. تمام? معكم دقيق خمس دقيق كده. هتوقفها وتعالوا نكمل. دلوقتي بقى هنكمل ونخش في اخر حكيتين في المحاضرة. المناعة والادوية. الانتي و الكيمو شربي. نبدأ بالاميونيتي. نبدأ بالمناعة. هي المناعة بتاعتنا دي. بتتعامل مع الفيروس اللي دخل ده ازاي? والله انا عندي اربع حاجات المناعة بتعرف تعملها. اول حاجة فيها هي الماكروفاش. ايه الماكروفاش ده? بالمناسبة بس. الموضوع هنا مش هيكون باستفادة. انتو عندكم محاضرات ان شاء الله حتيجي كمان كم يوم. آآ نازلة في الجدول مناعة صرف. يعني حت يعني حتشربوا المناعة دي. مش هتشربوا كويس قوي. يعني هنا ايه? آآ بنتكلم كده يعني بنظرة عامة عن الموضوع. وبرضه هوضح لكم الكلام ما تلاقوش لو في حاجة مش مفهومة. بس يعني متغوزوش في التفاصيل قوي. لقيه ان كده كده في محاضرات متخصصة بالموضوع دلوقتي. ماشي? ماشي. اول حاجة الماكروفاش. الماكروفاش هي الخلايا اللي بتبلع. ماشي? الخلايا البلوعة. آآ دي بتيجي بتبلع الفيروس آآ او بيسموها اللي بتكنس. ماشي? بتبلع الفيروسات. بتبلع خيان لها ميتة. آآ بتبلع آآ حتة آآ متقطعة في جسم. بصوا بتروح تلم اي حاجة اي رئيس بلا موجودة. هي بتروح تبلح. ده دور الماكروفاش من الاخر. فالفيروسات اللي بتخش جسمنا عن طريق الرئة واي ان كان دخلت ازاي وبتمشي في الدم. الماكروفاش دي تبقى قفلها بالمرصاد كده. دي حراس موجودين في الدم بتاعنا. آآ الماكروفاش دي موجودة في كل خلايا جسمنا. موجودة في الرئة وفي الليفر والاسبرين في الكبد بقى والطحول. الماكروفاش دي موجودة في كل حتة. هتلقوها في الدم وحتلقوها في الخلايا. موجودة في كل مكان. الكفاءة بتاعتها بتعتمد على ايه? انها عندها القدرة تمنع بتمنع بتمنع بتسيطر على ان الفيروس ده يقعد يضاعف العدد بتاعه. ما هي بتبلعه. مش بتديله فرصة انه آآ يضاعف عدده. فدي كفاءتها. دي السر بتاعها. انها بتقول مخلصة عليهم قبل ما يعودوا يعملوا تضاعف ويزيدوا في العدد بتاعها. ده الماكروفاش. يبقى اهم حاجة في دي تعرفوا ان اهمية الماكروفاش. انها عنده بس كده. مجرد حاجة تانية للماكروفاش. تاني حاجة. انا عندي نوعين من مناعة. نوع انتي بادي او هيومرال اميونيتي ونوع سلميدي اميونيتي. يعني ايه? يعني بتشتغل بالاكسام المضادة. بتشتغل بالانتي بادي. وبتشتغل في الدم بس. بتشتغل في الدم بس. ما لو الفيروس فلك مني ودخل جوه الخلية. الانتي بادي مش بتعرف تشتغل. يجي هنا دور اللي هي المناعة المختصة تخش جوها الخلية. الكلام ده المفاوض ان احنا واخدينه في سنوي. تمام? بس ايه برضو بفتح معكم الكلام كده. يبقى عندي نوعين من مناعة. اللي هي بتشتغل بالاجسام المضادة. ونوع تاني اسمه اللي هو بيخش يشتغل جوه الخلية. نبدأ بالانتي بادي او او بتعمل حاجة مع او بتسيطر على الفيروس طول ما هو موجود في الدم. ازاي? الفيروسات اللي عندها يعني ايه في فيروسات بتعرف تنتشر عن طريق الدم. زي اللي هما بتوعي ماشي? دي الفيروسات بتعرف تنتشر عن طريق الدم. بيتحكم فيهم الانتي بادي اللي هما الاجسام المضادة. تب مين تحديدا? الاي جي جي والاي جي ام. تكرين الاجسام المضادة كانوا كم? كانوا خمسة. حروف كلمة ماجد لو تفتكروا ام ايه جي اي دي. ما علينا. الكلام ده هتاخدون بقول لكم في المناعة. بس انا هنا محتاجة في الانتي بادي بتاعة الهيومرال. بتاعة الدم اللي هيهجمه الفيروس اي جي جي واي جي ام. وده اسمهم سيرم نيوترلايزنج انتي بادي. سيرم عشان احنا في الدم. يعني بيعادلوا الفيروس. ماشي? بيقدروا يتعادلوا الفيروس اه بانهم يمنعوا يعني ايه? يعني هما بيروحوا الفيروس عشان يخش جواه الخلية انا هشرحكم كمان كمان يقدر يخترق الخلية اول خطوة في خطواته ان هو يمسك في الخلية دي يمسك فيها من برة. بعد كده يقوم يخترقها. هي بتمنع خطوة ان هو يمسك فيها اصلا. ان هي بتمنعهم يمسك في الخلية عشان يدخلها. فدور او دور انتي بادي انها تمنع ان الفيروس يمسك في الخلية اللي هو هيروح يهجم عليه هذه. تمام. اه الاي جي جي والاي جي ام زي ما قلنا بيمشوا في البلد بيمشوا في الدم في مرحلة الفيرونيا. الفيرونيا قبل ما يوصل الارجن. قبل ما يخترق الخلية زي ما قلنا. لو الفيروس عارف يخش جوه الخلية. الانتي بادي مش هارف يعمل له اي حاجة. ولا اي حاجة. تمام? آآ زي برضو اه سين اس بوليو فيروس انفكشن ويرز بيشنت بورتيتي فروم بالياتيك بوليو ماناتس انا عندي المرض اللي هو الشلل بتاع الاطفاء ده البوليو فيروس ده. لو دخل الجسم والانتي بادي بقوم صحية ووقفاله عشان تمنعه من انه يعمل الانسان ده مرة للشرب. تمام? مثال يعني ما علينا. طيب. آآ الانسان اللي بيجيله آآ فيروس من دول اللي هو البوليو او راحت فين? البوليو او مانبس. وانا اتاك واحدة من الفيروس بتعمل له لونج لاستنج اميليجي. فاكرين اللي هي الخلايا اللي بتبع عندها او زاكرة بحيس ان انا مسلا زي الجدل زي الجدل. الانسان لو جاله جدل النهاردة تصب بيه. ما بيتصبش بيه تاني. ليه? لانتكون عنده مناعة ضد الفيروس ده. هي نفس الفكرة اللي مقصود بها في الانتي بادي اميونيتي دي. نعرف ايه من دي ان انا عندي اي جي واي جي ام دول اهم اتنين ودول بيمشوا في الدم. ولو الفيروس دخل للخلية ما مش عارف اتصرف معاه. كمان انا عندي بتعمل لي لونج لاستنج اميونيتي. ماشي. فيه بقى نوع تاني في تابع الانتي بادي. حين انا لسه مش جواه الخلية. تابع الانتي بادي. آآ مش بيمشي في الدم. هو بيشتغل في الميوكس من برين. ميوكس من برين بتاع الجسم. يعني ايه بردو? زي الرينوفيروس والانفلونزا فيروس. دول بيشتغلوا جوه الانف مسلا على الميوكس من برين. هما ما دخلوش في الجوة ما تعمقوش جوه الخلية. هما بيشتغلوا على الطبقة اللي الميوكس اللي كان المخاطم من برا. اللي بتطلع مخاطم. تمام? في الحالة دي الاي جي جي والاي جي ام. مش رفو يعملوا حاجة. يجي دور هنا حاجة اسمها الاي جي ايه. احنا عندنا هم قلنا خمسة. كده نعمل الاي جي ام والاي جي جي. دول الفيروسات اللي بتسرح في الدم. طب لو حيوقف في الميوكس من برين وهيعمل تضاعفات فيها. يجي دور حاجة اسمها ده مهم جدا. لان الاي جي ام والاي جي مش هارف يعملوا اي حاجة في المنطقة دي. الاي جي جي بيارف يعمل عند المنطقة اللي فيها الميوكس من برين دا. تمام? آآ طب التطعمات بتنفع مع الحالات دي ولا ليها اي لازمة. طب ليه ولا ليها اي لازمة. ليه الانسان اللي بيجي له او كده. التطعمات ما بتعملش مع ايه لحاجة. مزاي مسلا بتاع البوليو بتاع الاشياء الاطفال هوا الاطفال بيأخذوهم مصغيرين. مزاي بتاع السل مشي. في فيروسات كده آآ او الهباطات سبيل هو الجرع للاطفال بيأخذوها اول ما بيتولدوا اول جرع بتتاخد. طب ليه الانفلوانزا ما ينفع عشان الاسباب دي. هو زل الانفلوانزا اللي هي بتعمل على الطبقة الخارجية بره من الجسم اللي هو الميوكس من برين دا. آآ مش لمجرد ما الانسان في جيله مرة بتخلاص لا بتجيله كل شوية عاد الانفلوانزا احنا بيجي لنا في السنة خمسمائة مرة يعني. ليه? لان دي مبدئيا حاجة ضعيفة. حاجة ويك. زي الاي جي ام والاي جي جي. دي ضعيفة. طب عيدها ضعيفة شوية. زي الاي جي ام والاي جي جي. تاني حاجة لان الانفلوانزا فيروس هو مش نوع واحد. انا عندي خمسمائة نوع اسمه انفلوانزا فيروس. ففيه سيفران انتجونيك طيب يعني الوقتي ممكن اتصاب بانفلوانزا فيروس رقم واحد. وتكونت عندي معناعة وزي الفل وكل حاجة. بس بعدها بكم يوم جي لانفلوانزا رقم عشرة. تم هو المناعة الجواية دي مش ضد الرقم عشرة. بتاعت رقم واحد. فاهمين الفكرة? فعشان فيه انواع كتير قوي نفس النوع من الفيروس. تالت حاجة هو مش بس فيه نفس النوع. هو كل شوية بيغير نفسه. كل شوية بيطور من شكله بيعمل التفارات في نفسه عشان يغير شكله. تمام? فالمناعة والتطعمات ملهاش اي دور في الحكة دي. ماشي? آآ هما الفيروسات اللي بتشتغل عند دول الفكسينات مش ببقى نافعة معي. وما المين اللي بيعرف يسيطر عليها هو بيسيطر عليها مؤقتا ولما تصبع تاني يطلع لها تاني ولما تصبع تاني يطلع لها رابع. فاهمين? مفيش مناعة ومفيش المعلومة دي مهمة. مفيش هنا. ليش? طيب. سوى عشان لو حد ما نلاحظش المعلومة دي هي اللي هي التطعمات مش بتنفع في مرحلة اللي هي بتتاخذ بالحقن. مش عم طريق الفم يعني مش قطرة. ماشي? طيب. تالت حاجة اللي ما نعمل بتعملها السلميدياتي. ايه السلميدياتي? يعني الفيروس عرف يخش جوه الخلية. يجي هنا دور السلميدياتي. اول نوع فيها اسمه سيتوتوكسك تي سيل. اللي هي تي سي سيل. لكن لو تفتكرونها من السلام. تي سي سيل. دي بتقتل الفيروس انفكتد سيل يعني ايه? يعني انا عندي خلية. جواها فيروس. والفيروس ده آآ يعني ايه? عمل تغيرات في البلازمة من بتاع الخلية. فبقت واضحة كده من برا ان هي جواها فيروس. تيجي تي سيل دي. تيجي تبص على الخلية من برا. فتفهم ان جواها فيروس. تقوم قتلها. ايا كان الطريقة بقى هنعرف ها في محاضرات الاميونيدي. بس ده دور ده دور دي سي سيل. دي دورها. تمام? بتيجي تبص على الخلية من برا كده. بتعرف ان هي جواها فيروس تقوم قتلها الخلية لجواها الفيروس. مش بتقتل الفيروس نفسه. ركزوا. مش بتقتل الفيروس نفسه. بتقتل الخلية بالفيروس اللي بواها. تمام? بيتموت الخلية كلها. تاني حاجة الهيلبرتيسل. الهيلبرتيسل هي الخلية المساعدة. تمام? انتي بتشتغل ازاي? بتطلع حاجة اسمها الليمفوكاينز. الليمفوكاينز ده بيعمل ايه? بيعمل حاجتين. بيروح ينادي للمكروفاج اللي هي بتاعته تبلع دي. احنا بتاعته معناها من شوية. بيجيبها يقولها ايه? تعالي يبلع لنا الخلية لجوها الفيروس دي. ما تبلعيش الفيروس. ابلع الخلية لجوها الفيروس. لو وقت احنا نتكلم على خلية مصابة بفيروس. ماشي? تاني حاجة بينادي الحاجة اسمها وده هتشرحه كمان شوية. ده بييجي ليه دور معين كده? انه هو بيحمي الخلايا المجورة منها تتصب في الفيروس. هنعرف دوله كمان شوية بتفاصيل. ماشي? يبقى الهيلبر تيسل دي. بتطلع حاجة اسمها اليمفوكاين. اليمفوكاين بينادي للمكروفاج يقول لهم تعالوا بلعوا الخلية. وبينادي كمان للانترفيرون واي. يقول لهم تعالوا حمولي الخلايا المجورة اللي الفيروس يخش فيها كمان. ماشي? وعندي وعندي هيلبر تيسل. بتاعت حاجة من اسمها هتعمل ايه? هتقتل نفس الوظيفة اللي فوقه بالزبط. هتقتل الخلية لجواها الفيروس. بس مش بتعرف تعمل الحوار ده الوحدة. بتحتاج مساعدة من شخصيين. واحد اسمه اللي احنا هنقول له كمان شوية. واحد اسمه تمام? دي حاجات كده مفوك برضو هتاخدوها عشان بس ما طولش الوقت المحاضرة على الفاضي. اه دي حاجات كده بتيجي لها دور في المناع. خلاص? يبقى انا عندي حاجة الوقتي والناتشورال كيلر بيقتله. بتعمل كان ده الوحدة. الناتشورال كيلر بتحتاج مساعدة من حاجتين. اخر حاجة وتركزه بس فيها معيه شوية. حاجة اسمها يعني ايه? حناعمل ما بين السلم والانتي بادي اميونيتي دي. حناعمل ميكس بينهم ازاي? والله بيبقى عندي خلية جواها فيروس. تعمل حد هنا? عندي خلية جواها فيروس. بيجي انتي بادي معين يمسك في الخلية دي من برة. عارفين كزا ما تقولوا ايه? اه لما حرامي ينجري في الشارع مسلا ويقوم واحد راح مسكه من ايده وينادي للبوليس تعالى اخده هو الواحد اللي مسك الخلية من ايدها دي هو ده. بيقوم مسكها كده. بعد ما يمسكها بتيجي باقي والمكروفاج كلهم يحلقوا عليه كده ويقوموا قتلينه. بس كده. فالانتي بادي ما قتلتش الفيروس اللي جوه او الخلية دي بشكل مباشر. هي مسكت فيها تمام من برة. فبعدها بتيجي والمكروفاج والخلية بتاعت المناع عموما. وتيجي هي تتصرف مع الوضع ده بعد. مشي? دي السلم يديت الاميونيتي. يبقى السلم يديت الاميونيتي. دي بقى رسمة كده مجمعة كده ايه? الاميونيتي سويني. اه دي الاميونيتي هي. آآ بيجي دول الانتي بادي. تمام? بتطلع من خلايا اسمها لو تفتكروا. آآ بتقوم بقى ايه مسكة الفيروس وقى في الدم وبتمنعه بتمنعه من انه نخص جوهات خلايا ويعمل بلكيشان بتمنع خطوة السلم يديت لقى خلاص ده انا عندي الخلية ايه الخلية هي الفيروس دخل جوه خلاص. فبتيجي بقى ومعرفش ايه وبتطلع وبتقتل الخلية نفسها. بتقتلها زي ما انتوا شايفين كده بتعمل لها بتموتها بالفيروس الجواء احنا بنضحي بها يعني من الاخر. يعني ايه? مش مش بنعالج الخلية لجوها الفيروس. لأ احنا بنقتلها من جواها. ونخلص من المصيبة دي كلها. تمام? قلنا قلنا وقلنا وقلنا نيجي بقى للانترفيرون. قلت لكم حشرح لكم كمان شوية. ده عبارة عن تطلع من يعني ايه? ده عبارة عن حاجات مصنعة من جلايكوبروتيين. نفوت باوغدونهم من بايو. بروتينات. عموما. الانترفيرون دي حاجة بروتينات. مش ايه? بتشتغل ضد الفيروسات. هي دورها ضد الايه? الفيروسات. بتطلع من خلاة معينة او من اشخاص معينين او من فاصل معينة. بتطلع من كل اي انسان واي خلية بتعرف تطلع دي. مش حاجة يعني. طيب بتطلع ليه? ايه اللي خلاة تطلع? يا اما حصل. يا اما في حاجات تانية. مش مهم ايه الحاجة التانية دي. يا اما الفيروس وده اللي يهمنا النهاردة. يا اما في حاجات تانية بتاع تطلعها برضو. طيب. عندي منها كم نوع? عندي منها نوعين. طيب وان. وطيب تو انترفيرون. طيب وان تحتي حاجتين الفا وبيتا. انترفيرون الفا وانترفيرون بيتا. طيب طيب تو انترفيرون جامع. اللي فاضلة بقى. يعني عندي نوعين. طيب وان وطيب تو. طيب وان بتطلع الفا وبيتا. وطيب تو بتطلع جامع. طيب طيب وان انترفيرون اللي بتطلع الفا دي. الفا اللي هي اسم تانية اسمه اليوكوسايت انترفيرون. طب اسمه اليوكوسايت. عشان بتطلع من خلاة اسمه اليوكوسايتس. اللي هي البيسيل والمكروفاجش والمكروفاج. البيسيل والمكروفاج. بيطلعوا حاجة اسمها انترفيرون الفة. انترفيرون الفة. طب بيتا بيطلع من اللي هي الخلايا اللي بتعمل كده ساعة التغلط. ماشي? دي اسمها حلو. وما الجامة? لا الجامة دي بتطلع بقى من اللي فضلها مكتين يبقى تاني. عندي نوعين. طيب وان انترفيرون وطيب تو انترفيرون. لاحظتوا كان في الاول بقول لكم ده اه دول اه دول اه دول تطلع من كل يعني تطلع من الحيوانات عادي برضو. انا هنا بتكلم على بتوع البشر بتوع الانسان. نوعين وان وطو. وان هو الفة وبيتا. الفة بتطلع من اللي هي البي والمكروفاج والبي تطلع من ماشي. اللي هي الجامة اسمها بتطلع من ماشي. الطيب وان انترفيرون دول آآ بيطلعوا للفيرل آآ بسبب الفيرل انفكشن حصل او بسبب ان حصل بكتيريا اللي انتو تقسم. يلا بتطلع بسبب الفيروسات او السموم اللي البكتيريا بتفرزها في الجسم. ماشي? ماشي. طيب مين بيطلعهم اكتر? انهي فيروسات بتطلعهم اكتر? والله لو كان فيروس بيطلع كمية او اساسا بيستفز الخلية انها تطلع انترفيرون اكتر بكتير جدا من دي ان اي فيروس. يبقى الار ان اي محفز اقوى. محفز اقوى ان الخلية تطلع انترفيرون عن دي ان اي فيروس. طيب انما الجامة آآ سوري ان آآ آآ الجامة بقى اللي هي بتاعت الطيب تو دي بتحصل نتيجة او تمام? وبيعتبروها الليمفوكاين. الليمفوكاين دي اللي احنا قمناها من شوية هي الليمفوكاين تطلعها هتفرزها والكلام ده كله. ماشي? فبيشتغلوا زي بعض. بيعتبروا معاملة بعض. عشان كده حتى في في الاسلاد اللي قابلية كنا قلنا ان آآ سويا نجيبها لكم. عشان ايه? اهي. الانترفيرون دي بت بتحمي الخلية اللي حوالينا من الفيروس يشتغل زيها. من من الفيروس اللي موجود في الخلية المصابة دي. ماشي? طيب. ايه بقى كلمة او ميتوجينيك دي? انتجينيك يعني حاجة انتجينية. يعني ايه انتجينية? يعني في فيروس موجود. يعني حاجة آآ انتجينيك يعني حاجة غريبة عالجسم. حاجة انا مش عارف اعرفها. تهام? يبقى انا معنا كان في حاجة اتخر الجسمي الجسم استغربها. شكلها غريب. شكلها غريبة عالجسم بتاعنا. في الله نطلع ان ترسيره نروح نهجبها. وما كلمة ميتوجينيك دي يعني ايه? يعني آآ او تحفيز آآ بتاع السرطون بتاع الاورام. بيجي يقول لي الخلية دي وعادي عميلي سل ديفيجن وعادي عميلي سل ديفيجن وعادي عميلي سل ديفيجن قد طريع عددك قد طريع عددك قد طريع عددك عشان في الاخر يقلب بين الموضوع بفايروس. ماشي? فالانترفيرون جامع برضو اللي ام طلع عشان تصيرها تسيطر على الموضوع ده. يبقى الانترفيرون جامع بتطلع بسبب حاجة تاني. يا اما في حاجة انتشن حاجة غريبة في يلا نروح نقتله او في حاجة عمالة تعمل زيادة في العدد قوي عمالة تعمل سل ديفيجن كتير قوي. هو في ايه? احنا هنقلب الموضوع بكنسر ولا ايه? طب يلا نروح نلحق نسيطر على الموضوع. تمام? فدور الانترفيرون جامع هو كده. كان عندي نوعين. وان هو الفا وبيتا. ودول بيطلعوا لو كان في اكتر من وكمان بيطلعوا بسبب البكتري اندوكسين. الجامع بتطلع وبتطلع بسبب انتجينيك او وبتعامل معاملة الليم فوقها. ماشي. ايه بقى او صفات دي? صفاتها سهلة جدا. بصوا كده دي وزنها قليل. بروتينز. ولو انتجينيستي. ماشي. تاني حاجة نوع كلهم نفس الحجم. بس مش بيشتغلوا بنفس الشغل. الانتجينيكا بتاعتهم يعني كلهم مش بيشتغلوا بنفس الشغل. ولو انتجينيستي يعني برضو دورهم مش فعال مش قوي قوي. الانتجينيستي بتاعتهم ضعيفة شوية. يبقى هم اول حاجة. وزنهم ضعيف وعندهم لو انتجينيستي كلهم نفس الحجم بس مش كلهم بيشتغلوا بنفس الشغل. تالت حاجة بتشتغل على الخالية. ماش عالفيروس에요 بتشتغل عالخالية نفسها. اللي متصابة بالفايروس مش بتشتغل عالفيروس نفسه مش بتعرف تحكم للفيروس نفسه. تشتغل عالخالية. طب تشتغلها عالخالية بتاع الانسان بالبواز هي بتوزوز. الخالية المظلومة دي ما لا чего راقة بيها. هي يعني مش توكسك ليها. مشي? طيب رابع حاجة هي بتكون موجودة في الخلايا بس مش موجودة في الدم الانترفيرونس مش موجودة في الدم مش بتلاقيها في الدم زي تكون موجودة في الخلايا بس خامس حاجة هي بتعرف تعيش عند الاسد عادي يعني لو كان في ميزيا اسدل بتعرف تشتغل فيها بس بتموت بالتريبسن ماشي يبقى ليه خمس صفار لو ملك لارويت آآ بروتينز ولو انتجينيستي كلهم نفس الحجم تقريبا بس الشغل بتاعهم بتشتغل على الخلايا مش على الفيروس موجودين في الخلايا مش في الدم بتشتغل عند الاسد وبتموت بتريبسن ماشي بتشتغل ازاي طيب هي بس بصوا كده هي نعتبرها بطل ازاي نعتبرها بطل عندي مسلا ما اسم نقول زي ايه في مسلا بيت البيت ده في حرامية هم آآ يقتلوا يقتلوا الناس اللي في البيت ده ويسرقوا اللي فيه فالناس بتاع البيت دول يعني ايه خلاص عارفين ان هم كده كده مش هيقدروا على الحرامية دول حيموتوا كده كده فعشان ينقذوا الناس اللي حواليهم وجرانهم بيبعتوا كده ابنهم الصغير روح نبههم عرفهم ان آآ في حرامية فعملوا حاجة تصلوا بالبوليس آآ احموا بيتكو آآ علقوا بقى معرفش ايه يعملوا لك يعملوا هم يحموا نفسكو احنا كده كده ميتين هو الوضع الصغير للمرسال ده نفهم ايه من كده انا عندي خلية بتطلع يبقى الانترفيرون بيطلع منين من الخلية اللي فيها بتطلع من الخلية اللي فيها بتعمل ايه بعد ما تطلع منها بتروح تنبه الخلية السليمة اللي حواليها خل بالكو الخلية اللي جنبكو دي فيها فعالحقق اعملوا نفسكو طلعوا انتي باضيس بقى طلعوا اه نادو اتصرفوا الوهم ايه هي بتنبهو ماشي ماشي هي بتمنع مش في نفسها هي بتروح تحمي الخلايا اللي لسه ما تعددش بتطلع الفيروس لما بيبقى جوها الخلية وبيبدأ يعمل بيحول بتاعه اللي لو تفتكروا من ساوي وعتقدوها ان شاء الله في جنرال اللي هي المحاضرة التانية ماشي اه هي بتمنع الخطوة دي بتمنع ان تحاول دين ايه بتمنع انما الخطوات التانية بتتم عادي ماشي هقولوه الكلام ده برضو كمان شوية معلش الانترفيرون مش بتشتغل على الفيروس نفسه يعني لو فيه فيروس في الدم لو فيه فيروس في اي حتة تانية ماناش دعوه بيه ماشي ماشي ايه بقى الشغل التاحة والله هي لها تلات طرق من الشغل حاجات 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 طب نفهم ايه الانترفيرون اول حاجة بتعملها انها بتغلس عليه بتغلس عليه هو يعمل في الخلية السليمة اللي حواليه تاني حاجة اللي الخلية لجوها الفيروس بتطلع الانترفيرون عشان تحمي جرانها طيب تالت حاجة الانترفيروس ده بيتفرس بدر جدا في اول تمانية واربعين ساعة من المرض اول تانية واربعين ساعة لانترفيروس دي طلعت بكمية تمام اه وبتفضل موجودة طول ما المرض موجود يعني طول ما المرض موجود انترفيرون دي موجود اخر حاجة هي مش يعني ايه انه وجالي فيروس نوع ار ايه وفيروس نوع دي ايه نفس نوع الانترفيرون هيطلع لده وحيطلع لده نفس النوع فهي مش فيروس ما عنديش انترفيرون للفيروس الفلاني وانترفيرون للفيروس العلاني لأ هما نفس النوع وما السلس بسيفك دي يعني ايه يعني الانترفيرونز بتاعة البشر مثلا مزاي الانترفيرونز بتاعة الحيوانات بس ده اللي مقصود بالكلمة دي هي ده معنى كلمة تانية حاجة هي لها يعني ايه يعني بتعلي كفاءة المناعة بتاعتنا الجاما انترفيرون دي لو طلعت بتشتغل شغل عالي قوي والكلام ده هتشجوه في تبع محاضرة ماشي يبقى اول دور هو الانتي وكلمنا عن الاربع نقاط بتاعته تاني حاجة يعني بتعلي كفاءة المناعة بتاعتنا تانية حاجة لها يعني ايه يعني ايه يعني بتمنع عمليات الورم التورم زيادة الحجم والعدد اللي هي نوعا ما بيقولوا لها دور في علاج السرطانوت نمو الورم لانهم بيعودوا ينادوا الماكروفاج والناتشلال كلا يقولهم ايه الحقوا الحقوا في خلايا هنا عن ما لا تكبر في عددها تعالوا كلهم وقتلوهم. ماشي? ده كانوا ايه? وظيف انترفيرونز. طيب. لما قررنا بالانتي باضي. كانوا عمي ممكن نشبهها بالانتي باضي. تمام? لأ هو فيه فروقات بينهم. فيه خمس فروقات. اول فرق. الانترفيرون دي كان بايني طايب اف سيل. انما الانتي باضي بيطلع من بي سيل ماشي. تاني حاجة انترفيرون بتطلع اسرع كتير جدا من الانتي باضي. الانترفيرون قلنا بتطلع في اول ثمانية واربعين ساعة. الانتي باضي ممكن يحتاج اسبوع مثلا. بعد يبدأ يطلع. او عشر تيام او حين اكتر. تالت حاجة يعني انترفيرون مش يعني قلنا لو عندي فيروس دي ايه وقارن ايه? نفس نوع الانترفيرون هيتعلم اتنين. الكلام ده مش نافع مع الانتي باضي. كل فيروس ليه انتي باضي محدد. ماشي. رابع حاجة الانترفيرون بتعرف تعمل بتعرف تخش جوه الخلية مش بتشتغل في الدم. فاكرين كان ايه? كان العكس. الانتي باضي كان بيشتغل في الدم ما يعرفش يخش جوه الخلية. تمام? خامس حاجة والاخيرة بتاع الانترفيرون ضعيفة قوي. يعني مسلا المرض ده لو كان موضيته خمس ايام هي هتفضل موضة لخمس ايام. وبعدها تمشي. انما الانتي باضي بيفضل معي بالسنين وبيعمل لي مناعة بعيدة المدر. لابن عندي خمس اول حاجة الانترفيرون بتطلع من اي خلية انما الانتي باضي من البلازم بيس هتس. الانترفيرون بتطلع اسرع كمان بتقعد مدة اقصر بتطلع آآ اسرع بس بتقعد مدة اقصر. اه مش الانترفيرون ضعيف بيشتغل في الدم مش بالخلية. طب استخداماتها الدوائية بقى. استخداماتها الدوائية. والله ممكن استخدمها كبروفيلاكسس كحماية. احماية من ايه يعني? اه من الاول كده انا عارف كده ان الانترفيرون دي بتحمي من الفيروس. فانا ممكن ادخلها قبل ما اصلا الفيروس يحش الجسر. فاهمين? فهي كده هتحمي كل الخلاة كل الخلاة المحمية. يعني ايه? الجسمنا بيفرزها طبيعي من الخلية اللي مصابة بالفيروس. مشي? اه وبتحمي الخلاة اللي حواليها. بس انا كده عندي عدد ضحايا. عندي عدد ضحايا اللي هو الخلاة المصابة من الفيروس. طب ما انا منع الخطوة دي من الاول خالص. واح ان الانسان ده انترفيرونس. عشان ما يصابش الفيروس. ماشي? دي بروفلاكسس. طيب. تاني حاجة ليها. اه بتعمل بتاع البابلومة والهيباطايتس والآآ بي وسي فيروس. وكمان يعني ايه? هي بتستخدم كدوى بتعمل ادوية كده لعلاج مرض البابلومة. البابلومة ده اللي هو بيعمل ورم على الايد. آآ الورم حميد يعني. آآ وكمان بيعالج في فيروس الكبت. وكمان باستخدمها في الهيباطايتس اللي هو الالتهاب اللي بيجي في القرانية والمنتحمة. بسبب الهيباطايتس. يعني الانترفيرون لقوا انها ايه? بتعمل استجابة حلوة مع الامراض دي. طيب. ممكن استخدمها الايه تاني. ممكن يعني في بعض الشركات بتحاول تدمجها معدوة اسمه زيدو فيودين. زيدو فيودين. يعالجو بي الادس. دي بقى انا عندي ممكن يعملوا في بعض الشركات. بتعمل كده ادوية. فيها ما بين الانترفيرون وزيدو فيودين. ويعالجو بي الادس. رابع حاجة. بستخدمها كبروفيلاكسس برضو. ضد السيطروميالو فيروس انفكشن. مع العيني. مش اي سايكل مجاله وخلاص. مش اي حد دلو كده. لأ. العينين اللي عندهم كلية واحدة. عندهم قصدي زرعوا كلية واحدة. يعني عملوا زرعة كلية. او منعيتهم وقعة. عندهم سكر. عندهم آآ سلطان. آآ سنهم كبير قوي. دلو اسمهم منعيتهم وقعة شوية. آآ قبل ما يتصابوا آآ به الهيرب السيمليكس او الفيروسات دي كلها. يبقى انا بديع كبروفيلاكسس ضد السايكلوميالو فيروس. والهيرب السيمليكس فيروس. آآ الفيروس. تمام? بروفيلاكسس برضو. بروفيلاكسس. ماشي. خامس حاجة في آآ مش انا قلت لكم هي لها دور ضد الخلال ورم او خلال سرطانية. فهم بيحاولوا ان هم يعالجوا زي مسلا العين اللي عنده ده نعم انواع سرطانات. او كيوتي ستي سليو كيميا. كل دول انواع سرطانات. ماشي? فبيحاولوا يعالجوها بالانترفيرون ده. يبقى انا عندي خمس استخدامات الانترفيرون. قلنا كلمة بروفيلاكسس مارتين. البروفيلاكس الاونادي عامة. يعني ما ذكرناش فيها فيروس معين فعبدوها. نشح فاقولوا في بروفيلاكسس وخلاص. الرابعة كان بروفيلاكسس ضد السايكلوميالو فيروس والهيرب السيمليكس فيروس. بيعالجوا بيها الناس اللي عندهم بابللومة فيروس. او كورونيكس وبطايتس. او الهربات الكيراتو كونجركتا فيتس. توبكال يعني موضعي. يعني كريمات موضعية يعني. بيحاولوا يدمجوها مع زيد الفيديوين عشان يعالجوا الادس. وبيحاولوا يعالجوا بيها الناس اللي عندها سرطانات. طيب. ملحوصة صغيرة جدا ان بيقولوا آآ الانترفيرون ده ليه اعراض جانبية كده كدوة. ايه بيعمل وكما ممكن يعمل يعني ايه? يعني ممكن يعمل الاسهال آآ لو جه في لو اثر على يعني ممكن يعمل صداع آآ او اكتئاب. ممكن يعمل يعني ممكن يقلل يعمل يقلل عدد امتاج الكرات الدم الحمراء. ده كاعراض جانبية. ماشي? ده كده او الاستغنمات الدوائية او العلاجية بتاعت طيب. ايه انواع التطعيمات اللي ممكن استخدامها ضد الفيروس? عندي ست انواع. اول نوع اسمه او يعني ايه او يعني ده جيب فيروس وموته وحطه في تطعيم واحقن به انسان فالمناعة تفهم من الفيروس ده كأنه فيروس عادي جدا وتكون ضده انتيباضي وتعمل بقى منه بروحيتها اللي هي الخلال اللي بتاع عندها زيكرة ضد المرض ده. زي الجدري كده. بس بس انا مصدتش انسان ده فيروس صريح. مش انا ما عملت لهوش فيروس صريح له وفيروس ميت. يعني مش هيئذيف حاجة. تمام? بس المناعة مش هتفهم انه ميت هتفهم انه فيروس وخلاص فهتعمل منع ضده. ده نوع من انواع تطعيمات. او كيلد باكسينز. تاني نوع فيروس او ميوتانت باكسينز. يعني ايه يعني هو فيروس عايش بس على وشق ان يموت. هو عايش. بس ضعيف. انا ضعفته. اه صلتت عليه شوية حرارة. كهربته. عملت فيه حاجة خليته ضعيفة برضو لما يخش الجسم المناعة تتعامل معنا انه فيروس ذا اي فيروس وتعمل ضده مناعة. تالت نوع هو يكون صاحي. وصح صح. طبام? وده بيتعامل بس مع البوكس فيروس. بالمهازمة. مفيش الفيروس آآ تاني. تمام. بعدك عندي نوع اسمه يعني باخد حتة من الفيروس حتة من راسه ورجله وبقى ايده. وبقى ام ده خلافة فاكسين ودخلها الجسم. اللي برضو الجسم يتعامل معنا انه فيروس ويعمل ضده مناعة. ده اسمه صاب يونة فاكسين. حتة منه. يعني انا عملاه في المعمل. صنوعي يعني. الفيروس صنوعي. او اللي هي اللي بيتعامل آآ بالهندسة الورسية. فاكدين كان ما خدنا في سنوي زمين كان آآ عندنا بكتيريا مدورة لو تفتكروا آآ تبقى انها اسمها البلازمت انا مش فاكرة اسمها بالزبط. بنقوم شارين حتة منها وبندخل مكانها انسولين عشان نصنع انسولين او حاجة زي كده تمام? دي اسمها الريكمبايمنت الفاكسين. يبقى انا عندي ست انواع. يا كيلت. يا اما ليف عادي صاحي. يا صاب يونة حتة منه. يعني صنوعي. معمول بالهندسة الورسية. تمام. دي بقى اخر حاجة في المحاضرة الحمد لله. آآ اللي هي الادوية. بس عشان نفهم الادوية لازم نفهم. مشروح بالتفصيل في المجزء التاني بتاعت المحاضرة دي. تمام? بس انا حديدكو بس نبزع عاما عنه آآ نبزع عاما عنه عشان هنحتاجها دلوقتي في الادوية. اول حاجة عشان يخش في الخلية اول الحاجة بيعملها هو يعمل بيمسك في الخلية بتاعتنا من بره. بعدين بيعمل بيخش يخترق. بعد ما عمل بيعمل بيقلع كل الحاجات اللي معاه. يعني هو عبارة عن الفيروس مسلا عبارة عن محاوته ومعاه شوية سايتوبلازم وجوه دي ان ايه مسلا آآ ومعاه حتة هو بيستغنى عن كل الحاجات دي. وبيدخل الدي ان اي بتاعه بس جوة بتاعت الخلية اللي هي داخل اختاريقها دي. ماشي? دي مرحلة الانجبورنين. بعد كيف بيعمل بقى بيطلع الدي ان اي بتاعه. ويكون لي فيروسات جديدة وتقوم ايه خارج من الخلية دي باعداد كبيرة جدا. ده هيتشيح لكم والتوكو في التفصيل. انا بس عايزكم بس تعرفوا نافزة عاما عنه. عشان ايه? هنحتاجه الوطيف الادوية. دي بقى اول حاجة بمسك باكها باختارك. باكها بسيك كل حاجتي وبدخل بس الدين ايه? باكها بخرج بعادات كبيرة برا الخلية. تمام? صورة تانية هي نفس الفكرة. اهي. بمسك بخش بختارك بقى لالحياة اللي معايا. باختارك النيوكليس وبطلع عادات كبيرة جوة برا الخلية دي. اخر مرة بمسك بختارك بصنع كتير بقى وبخرج برا الخلية دي. ماشي. طيب. اه ايه بقى الانتي فيرل? سورجي. الانتي فيرل كيمو سرم. اللي هي الادوية اللي باستخدمها ضد الفيروسات دي. هم حاجة من تلاتة. حاجة من تلاتة. يا اما حمنع خطوة دي ان انا اساسا امسك ان الفيروس يمسك في الخلية من برا. يا اما يا اما حيمنع خطوة ان هو يقلع الحاجات اللي معاك والله ويسيبها. يا اما الاتنين مع بعض. ده اول نعم الادوية. حيمنع خطوة انه يمسك. حيقوي. حيمنع خطوة انه يقلع الحاجات اللي معادي. يا اما حيمنع الاتنين في نفس الوقت. ده اول نوع. تاني نعم الادوية. حيمنع الاختراك والانكوتنج في نفس الوقت. حيمنع الاختراك البنتوريشن والانكوتنج في نفس الوقت. تالت نوع هيمنع هيمنع ان الفيروس يعمل تضاعفات ويستغل النيوكلياس لصالحه ويقعد يزود في العدد بتاعه ده. هيمنع الكلام ده. مشي? مشي. طيب. آآ مفروض نقطة شرحت لكم في محادث الانتي فيرن. وحتشلح في الفرما ان شاء الله. وهنقول له هنا دلوقتي برضو. تمام? آآ نقرأ نعيجي الاسماء الكتير. هتتحفظ ان شاء الله. ماشي? نفتكر بس التأسيمة. انا مطلوب مني في كل حاجة من دول. اعرف اسم الدواء تبع انه تأسيمة. ماشي? ماشي. اول مجموعة اللي هي هتمنع ان هو يمسك او الانكوتنج او الاتنين مع بعض. ماشي. هم نخد حاجة حاية. اول دواء عندي اسمه انتي جي بي مية وعشرين وركومباينت سيدي فور. انتي جي بي مية وعشرين وركومباينت سيدي فور. دول الاتش اي بي فيرس. نقرروا معايا آآ يعني ياريت قدر الانكان عشان نحفظه. ماشي? ماشي. تاني الدواء اسمه ريكمباينت ايس اي كام واحد. ريكمباينت اي كام واحد ده بستخدمه لرينوفيروس. تاني. انتي جي بي مية وعشرين وركومباينت سيدي فور دول اتش اي في. ريكمباينت اي كام واحد ده لرينوفيروس. نيورو اعمين بيز انهيبتر اللي هو آآ زانامفير للانفلونزا وح او بي. للانفلونزا او بي. زانامفير. تمام? طيب. اخر واحد. ديزوكساريل ديزوكساريل ده آآ للرينوفيروس والصارس. ده اللي هو طاع كورونا. ماشي? ديزوكساريل. نقول لهم تاني. انتي جي بي مية وعشرين ولكومباينت سيدي فور كو الاتش اي في. لكمباينت اي كام واحد تعرينوفيروس. يورو اميني ديز انهيبتر هو الزانامفير تال انفلونزا او بي. ديزوكساريل تعرين والصارس. طيب فاكرين بقى اللي بتمنع البنتريشن والانقوتنج في نفس الوقت. هو ده واحد. امانتا دين وريمانتا دين. امانتا دين وريمانتا دين. امانتا دين وريمانتا دين. دولي انفلونزا اي فيروس. يعتبر ده اهم حاجة في الاسلاد دي اصلا هو لو بيجي اسئلة في السلاد دي بتيجي دايما في السؤال ده. امانتا دين وريمانتا دين. تقول انفلونزا اي فيروس. تاني. بمع تاتش منتو انقوتنج. انتي جي بي مية وعشرين ولكومباينة سيدي فور الاش اي في. ريكمباينة اي كام واحد تعرينو. يورو اميني ديز انهيبتر هو الزانامفير تعال انفلونزا اي وبي. ديزوكساريل تعالينو فيروس وصارس. امانتا دين وريمانتا دين تعالينفلونزا اي فيروس. خمس. ماشي. بعد كده عندي اللي بيمنعو ليهم كزا تقسيمة. ليهم خمس تقسيمة. اول واحدة. حمنع دي ان اي بولينيريز. ده انظيم كان اسمه دي ان اي بولينيريز. مهم في عملية ماشي. حاجة من حاجتين. نعمل الادوية. حاجة اسمها نيوكليوسايد انالوك. وحاجة اسمها نيوكليوتايد انالوك. نيوكليوسايد انالوك. انالوكيزا كزا دوا. دوا اسمه اي دي يو. اللي هو خمسة ايوضو واتنين During the زوستر. الاربع اللي جايين دول كلهم نفس الحاجة. او في درابين او جانسايكلوفير او فاميكسايكلوفير كلهم نفس الوظيفة دي. تاني. سهلة دي. اصايكلوفير وفي درابين وجانسايكلوفير وفاميكلوفير كلهم بيعملوا الوظيفة دي. ايه بقى الوظيفة دي? باستخدموا للهربس اللي هي آآ التهاب القرونية بسبب الهربس فيروس. وبحطوا بحقنوا في حالات الانكفالايتس. التهاب المخ. والسيفير في الناس اللي منعاتها وقع. الهربس سيمبلكس اللي هو الخفيفة اللي وطع الشتة ده بس ايه? الناس منعاتها وقع فحيجبهم من ارض يعني. مشي? تاني. الوقت هي بقول تقسيمة ايه? في اول تقسيمة اللي هي في النيوكليو سايد. سايد انالوك. عندي اي دي اي دي او. ده بتاع الهربس سيمبلكس والفريزيلا سوستر. عندي اربع ادوية لهم نفس الدول. هربس كراتايتس انكفالايتس وسيفير هربس سيمبلكس. طيب. نيوكليو طايد انالوك بقى. هو ده واحد. سيدو فوفير. سيدو فوفير. ده برضو بتاع سايكلو ميجالوفيروس. و سيدو فوفير سيدو فوفير. سايكلو ميجالوفيروس وهربس سيمبلكس فيروس. دي انقي Because Inhibitor. و انالوك. النوكليو صيل انالوج النوكليو طايد هو السايكلوميجال ده اسمه سيدوفير.呈بع بيشطالوا نفس الوظيفة. وايدي تاني تقسيمة دخ full apple bringing on the هنا حماع ده اللي هو اللي بيحول ده خطوة مهمة من خطوات ان الفيروس ينجح في تخطرات الخلية. ماشي? ماشي. فاكريني هنا ايه? هو مش هو بس كتب. ميش مين هما? النوكليوسأيد هما اثنين زيد الفيودين ودنوسين وستهيودين دولة للHIV.ha sino فى لاميβيودين.ادوها متاي robotics بروس. وباتين لا ميودين بروس حيباتيس بروس وزيد الفيودين وفي دنوسين وسته thirty ده بتاع ماشي. هو واحد وده مهم بقى. الحالة تلاقوا في حاجة واحدة دي مهمة. يبقى ده عبارة عن اللي بيمنع ده مهم. بتاع بتاع الخطرة دي. ماشي. ماشي. اخر تقسيم. اخر تقسيم. اخر تلاتة عالقلهم هنا. يا اما حمنع حاجة بتمنع ده 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 واسمه ده آآ بيصادن في علاج الانفلونزا والهزي وعني ده وتاني اسمه ده مهمة. بقى سايكلوميجالو والاتش اي في. بقى عندي ده دوة واحد بس او يعني تقسيمة واحدة. سكوينافير ريتونافير اندينافير كلهم الاتش اي في. سكوينافير ريتونافير واندينافير ده الاتش اي في. اخر حاجة ببنع خطوة تكوين البروتين اللي هيحوط الفيروس دي اخر خطوة خالص في تكوين الفيروس اللي هيخرج بقى من الخلية ويعيش بقى ويدمر الجسم. آآ ده آآ ملهوش اسميه. ملهوش اسميه بس دوره زي زي دور الانترفيرون بزبط. ماشي? بروتين سانسس انهابيتور بروتين السنس انهابيتور. بنا عندي اخري تلاتة. اما اروضي ايه سانس انهابيتور بروتياز انهابيتور وبروتياز انهيبتور وبروتياز انهيبتور. البروتياز انهيبتور هو سيكوينافير وتيونافير واندينافير. اه دول دوين دول. اه ده احنا خلصنا. ماشي? طيب. اه في حاجة اه كنت حابة اعملها لكم بس رجعت قلت ليفضل انتم اللي تعملوها اه هتشغل عندكم الفوتو ميموري احسن كتير. عايزاكم في ورقة كده تجمعوا كل فيروس وتكتبوا تحت اسماء الادوية الانات دلوقتي. انا كنت اعملها لكم. بس يعني حبيت انتم اللي تعملوها عشان يعني ايه اه الموضوضة هيحفزكوا اسرع برضو شوية. هي مشكلة الحتة دي انها محتاجة لحفظ كتير. ماشي? بس هي ان شاء الله ما هتتعاطف كزا محاضرة عايزة. اعملوا الورقة دي وان شاء الله بجد ايه? هتكون الموضوع معكم بسيط وسهل ان شاء الله. تمام? كده احنا خلصنا حفر لفرة سريعة بس كا عالمحاضرة نقول بس قلنا فيها ايه? وبعدين في الاخرى نكون خلصنا. بدأنا محاضرتنا وعرفنا انها تجمعات بالفيرل بورتيكز او اطلعك من خلال مصاب بالفيروس انتيجها لإصابة للفيروس ده. ومهمة في تشخيص الامراض. تمام? كلمنا عن شكلها وحجمها واستمغى بتاعتها اما حاجة في الحتة دي قلنا اما كانها موجودة في او في الاجتن مع بعض. او في الاجتن مع بعض. ازينوفيلك وبيزوفيلك. طيب اي وطيب بي. وآآ الاسماء مهمة اللي عايزاكم تعرفوا. النجري والجوارنيري دول طبعة ازينوفيلك. جوة سيتو بلاس. والميسر وسايكلوميجالو موجودين في الاتنين. تمام? دول اهم حاجة الهند. كلمنا بعدها عن تعريفات مهمة. تعريفات المهمة اللي قلناها. اول حاجة هي الباسوجينيستي. يعني يعني الارجنزم اللي بيعمل ديزيز الباسوجينستي هي العملية النتيجة يعني هيحصل ضرر في الخلايا. الكباسة والقدرة او يعني مدى كفاءة احداث المرض. ويكامنا اقتلات حاجات الجرعة للفيروس والطريق اللي دخل منه والريبليكيشن. ما دي قلنا عشان يبقى عندي مرة لازم يكون عندي بوابة وطريق وارجن في الاخر. وبتعلم عن الفرق من البرميسف والنان برميسف اللي بتسمح ان الفيروس يخش وديع من ايه خطوات كلها. تمام? كي قلنا يا اما لوكل يا اما سيستيميك. لوكل يعني في مكاني. سيستيميك يعني حلمش في الدم. وقلنا اهم كيات امثلة البوليو. آآ البوليو والمامبس والميسز. بعدها اتكلمنا على الباسوجينيستي والفيروس قلنا على مستويين. على مستوى السلة هيحصل فيها ايه? والهوست هيحصل في ايه? على مستوى السلة قلنا هيحصل حداشرة حاجة. وفيوجن وكلاستر او كلامبس. اه ترانسفورميشن. قلنا كمان بيحصل آآ حاجات تانية. اللي هي وزود والفيروس. على مستوى هو حاجة من حاجتين بس. اما هيعمل تدمر. اما هيعمل زادة في العرض. ده بتاع الباب اللغة. بعدها قلنا عندي خمس اشكال من المرض. يعني الاعراض ظهرة. يعني الاعراض مش ظهرة علي. يعني مستمرة معايا سنين طويلة. يعني آآ بيطلع وبين يعني بيظهر عليه الاعراض وبكاها بينام تاني ويظهر عليه الاعراض وينام تاني. والسلول هو بياخد سنين طويلة حوالي عشر سنين وقلنا ما مسار في الحتة دي ودي شكل الدياجرام اللي بيوضح الموضوع ده. بعدها تكلمنا عن وقلنا ده مش فيروسات دي حاجات ايه كده من غير نيوكليك اسد تمام? قلنا عندي كازا سيمة اول حاجة ايه ما حسب او حسب او حسب 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 وجود من عدمه وحسب نوع المرض اللي بيسببه يا ترى هو جنرال بييجي في اي مكان في الجسم ولا بيليه ارجى معين بيصيبه. تمام? بعدها تكلمنا عن تقريض تسمية الفيروسات وقلنا انا عندي آآ طريقة من خمسة يا اما حسب آآ اسم المرض نفسه يا اما حسب اول حتة في اسمه شكل الفيروس البلد اللي ظهر فيها والعالم اللي اكتشفها. تمام? بعدها تكلمنا عن الامميونيتي واتكلمنا عن اربع حاجات المكروهاج وانا ده دوره الاساسين هو يعني عنده بتاع الفيروس. كانوا عليها عن الانتي بدي ميونيتي وده بيشتغل في الدم بس قولنا بنحتاج تحديدا الاي جي والاي جي ام آآ قبل ما يخش جوه الخلايا وبيعمل لي كمان لو كان بيعمل في زي المناخير او الامف مسلا بيجي هنا دور اي جي اي مش الاي جي ام والاي جي جي آآ وهن الفاكسين ملوش اي لازمة ولو اي دور ليه لان هو ليه ما بيحصلش عندي مناعة بعيدة المدى لان آآ الاي جي اي ده آآ طبيعة النواة ضعيف آآ الانفلوانزا فيروس عموما مسلا كمسال على النقطة دي لاشكال كتير وكل شوية بيتطور من نفسه. اي كلمة السلمة دي تقنية وقلنا اربع خلايا التي سي 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 اللي هي بتقتل زي بس الناشر الكيلر بتحتاج انترفيرون او انتر ليكن تو الهير بيطالع انفلوكاينز بتنجل المكروفاجز وكمان بتنجل من جاما والاي دي سي 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 اللي هو اللي هو الايه اللي هو من سيك الحروم ده ماشي? بعدها الانترفير وقلنا دي حاجات آآ جلايكو بروتينز يعني اي منها نوعين طيب وان وطيب تو وانه طيب وان ده طيب وان في منه نوعين الفا وبيتا ودول بيطلعوا نتيجة فيروسات او بكتيريا وطيب طول هالجاما بيطلع نتيجة الانتوجينيك او ميتوجينيك وزي زي الانترفيرونز كلمة عن الانترفيرونز كلمة هو لهم ولو انتجينيستي آآ كلهم طيبا نفس الحجم بس مش كلهم نفس الشغل هم مش مضرين الخليل بيشتغلوا فيها مش بيشتغلوا على الفيروس نفسه ومش موجودين في الدم وبيشتغلوا عند الاسد بي اتش وبي ايه بي اكتبوا او بيموتوا بيترابس بيشتغلوا ازاي هم ملهمش تدور على الاكسترا سبار الفيروس ولا في الدم هم بيطلعوا من الانفكتد سيلز بيحموا الانفكتد سيلز آآ آآ دي انا دول اللي انا معلومة اللي انا عادتها عشان كنت عايزة اشتغلوا الاول هما بيشتغلوا على انما الخطوات اللي في الاول هي بتاعك والبينتوريشن والانكوتي كل يول بيحصلوا عادي يعني كل الخطوات دي بيتم مجرد ما الفيروس دخل جوه هو بيقوم ايه مبوز الخطوة بتاعت دي مش هكتبنا عن الاكتبات وقلنا عندي كانت ليه اربع ادوار اسمهم عشان بيجلسوا على الفيروس بيانترفير على الفيروس كمان بتطلع من تحمل آآ بتطلع سريعا جدا في اول تمانية واربعين ساعة هي آآ ليها دول يعني بتعلي جفاقة المناعة بتاعتنا بالجامعة لها آآ ضد الاورام عشان كده سوائين بقى قلنا المقارنة آآ لما نيجي نقارنها دي آآ دي بتطلع من اي خليل تطلع تطلع اصرع بس اطول مدة اقصر مش باستفك بس باستفك تشتغل في الخلية آآ انما الانتبادي ما عرفش يعمل الكلام ده العلاج بتاعها باستخدمها في ايه قلنا اول حاجة بيستخدموها كبروفلاكسس آآ بيستخدموها لعلاج والهيباطايتس والهربات بيحاول يبنجوها مع زيدو فيودين في علاج المعلومات دي مهمة كمان آآ بيستخدموه ضد الساكوميجالو للناس اللي عاملها زراع كارية اول منعاتها واقعة آآ كمان بيحاولوا يعالجوا بيها امراض السرطان اللي زي نانهوجك الليمفومة والتيس الليمفومة وهيليس الليمفومة ماشي كمان قلنا ان هو من اعراضها الجانبية بت يعني ايه لها بعض المشاكل على عندي ستة نوع من الفاكسينات او لفت او ساتيونت او سانساتيك او بعدها اتكلمنا عن وانا ده تارت تقسيمات اول تقسيمة معايا ده تمنع اول اتنين مع بعض آآ اللي هما الانتج جي بي مئة عشرين آآ سي دي فور بتاع اتش او اي بي ريكم بانا طريقية بتاع رين وفيروس الزينوميغير بتاع الانفلوانزا اي وبي اه بتمنع الانقوطنج مع بعض اللي هو الامانتا دين وليمانتا دين بتاع الانفلوانزا اي بي رس آآ خمس تقسيمات اول حاجة دين نيكليوسايد ونيكليوتايد انالوك اللي هو اللي بيعمل آآ بيعالج الاتش آآ اس بي والآ آآ كعندي اربع عدوية كلهم نفس الوظيفة اللي ولقى سايكلوفير والفامي بس بيشتغل على سايكلوميغيروس اكتر حاجة اللي هو سيدوفير على سايكلوميغيروس واللي هير بالساملس تاني حاجة اللي هو نيكليوسايد انالوج ونم وان ده المهم اللي هو انما عندي نيكليوسايد انالوج آآ زيلو فيودين ودينيوسين وستا فيودين بتاع الاتش اي في ولمي فيودين بتاع آآ اه 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 حاجة اما الريبافيرين والفوسكارانت مساحة عندي اللي هو آآ ساكوينافير وتونافير وامدينافير وميوجه اسماء بس دوره زي دور الانترفيرون بزبط كان الحمد لله خلصنا يعني ايه نسأل كم سؤال كده ونشوف الدنيا تمام ولا ايه طيب دي ماشي يقول لي صح او غلط صح والغلط هي نفتكر كده كانت ايه لو تفتكروا بص النجري بادس كانت آآ نمو سيدس محمد كانت انترا سيتو بلازميك كانت انترا سيتو بلازميك نشي تاني سؤال الاكستانت اوف ديزيز ديبند اون فيرال سيمتري كده انترات حاجات على الاكستانت اوف ديزيز بيعتمل عالفيرال سيمتري لأ برضو هناش تلقى خالص بالفيرال سيمتري ساهميني طيب تالت سؤال طبعا غلط ده كان على مستوى تمام بعدين هقولنا آآ مين ان هو يعني واضحة لأ برضو ده كان الوضع اللي ما كانش فيه الساينز باين خالص اللي هو اللي كان بيتحط في مكان كده وما عرفش انه هو عيان ولا صحة غلط غلط هي من غير ميشي ده دور بالضبط الماكروفاج اللي احنا قلناه هنا لو ما اخر ساطرين دور تمام صح صح ميشة 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 صح برضو اهي. قلناهن. تمام. نعمل خلص. غلط طبعا. غلط طبعا. الانترفيرون تتفرز اسرع كتير زين الانتبادي فورميشن. تمام. انترفيرون صح? صح? بجتنا اعرضها الجانبية. اهي? اخر حاجة. صح بكتو? اي. الامنتدين. شكرا لكم يا كاترة. الحمد لله كانت خلصنا. اتمنى يكون الموضوع تبسط وبقى سهل معاكم. اه بعتسر جدا لو طولت انا حاولت بس افاهمكم كل حاجة قدر الانكان. ان شاء الله يكون الامور واضحة والمعلمات واضحة يعني. وربنا وفقكم يا رب. وباسم الله نسمعكم كل خير والامتحاد تكون بسيطة وسهلة جدا ان شاء الله. شكرا. شكرا على وقتكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.